بسم الله الرحمن الرحيم ودائما هو الاحترام حتى لو هناك ردود معينة بنرد بنرد بمنتهى الاحترام ومنتهى الأدب ودائما الأخلاق أولا الأخلاق أولا في كل شيء أنا عارف أن الأمور بتبقى في بعض الأحيان تتعدى هذه الكلمات الملهمة لنا كلنا كمصريين ولكن في نفس الوقت أو في نهاية الأمر صدقوني في النهاية الحق سينتصر والأخلاق ستنتصر والكل في ناس لما بتيجي تتكلم وتقول زي ما هي عايزة تقول وتعمل وكل حاجة ولكن دائما الأخلاق بتنتصر والحق دائما بينتصر صدقوني هذه الكلمة أنا سمعتها من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في وقت كان صعب جدا 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 وفي النهاية دائما ما ينتصر الحق ودائما ما تنتصر الأخلاق وحاخد كلمة من الكابتن أحمد شبير الحقيقة أنا أرطها المبارح هي كلمة رائعة الأسطورة سيظل دائما أسطورة والإجذوبة سيظل دائما إجذوبة فعشان كده خلينا دائما بنتبع مكارم الأخلاق وزي ما قلت لحضراتكم أنا خلال الفترة السابقة وعمري في حياتي ولا الفترة القادمة كمان وعمري في حياتي ما حروح لحتة أنا مش عايز أروح لها أنا دائما لما بجأ أفتح مواضيع بفتح مواضيع بتهم أو بتخص كمان مستقبل كرة القدم المصرية زي ما قلنا في موضوع قانون اللعب المالي نظيف وزي ما قلنا أمبارح فيه تراخيص المديرين الفنيين في مصر A وB وB وC وD للصالح العام وحقول لحضراتكم أو حقول لكل اللي بينتظر هذا الأمر أخبار جيدة جدا النهاردة حقول لكم على لأننا الحقيقة بعض من أعضاء مجلس قدارة الاتحاد كرة القدم المصري اتكلموا معايا في هذا الأمر وبالتالي حقول لحضراتكم إيه اللي حصل ولكن أمبارح برضو كانت حلقة مهمة جدا في سياق حلقات البيت الكبير اللي دايما النادي الأهلي اللي بنتعلم منه هذه الكلمة إن احنا دايما بنحاول لما نشتغل نشتغل على الصالح العام ما بنشتغلش على حاجة النادي الأهلي طبعا وكل حاجة ولكن أيضا الصالح العام جالي تلفونات كثيرة جدا وجالي وعد من أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إنه في خلال من شهر لشهر ونص لأنه الحقيقة حكا لي موضوع الترخيص إنه هو من 2016 و2017 حتى هذه اللحظة هو واقف لأسباب كتيرة جدا 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 وإن دكتور جمال محمد علي هو اللي حيكون مختص بهذا الأمر وإن هو بدأ بالفعل اتصالات مكثفة علشان يبتدي يتعمل أو يتم اتخاذ خطوات خلال الفترة القادمة علشان يبتدي يكون هناك دورات للمديرين الفنيين الـ A والـ B والـ C والـ D كمان فإن شاء الله ده حيحصل خلال الشهر ونص القادم ده بناء على كلام من أعضاء أو أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ويعني أنا يمكن حتى بعدها حاولت إن أنا أكلم دكتور جمال محمد علي عشان قد يكون وصل لمعاد معين أقدر أقوله لكل المديرين الفنيين اللي بعتوا لي اللي أنا بشكرهم جدا 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 على متابعتهم الدائمة لهذه الحلقة وبالمناسبة هم مش أهلوية بس مش أهلوية فقط ولكن منهم الأهلوي ومنهم الزملكاوي ومنهم الإسماعيلاوي ومنهم اللي بيكلمني علشان يعرف هيحصل إيه خلال الفترة اللي جاية ناس بتدور على الصالح العام بتدور على صالحها طبعا ولكن الصالح العام لمصر والكل الحقيقة أبدى استياءه الشديد إن من 2016 نهاية 2016 2017 لغاية دلوقتي حتى هذه اللحظة ما حصلش أي حاجة ما حصلش أي حاجة تخص موضوع التدريبات أو موضوع الرخص المدربين فالحقا شكل الكابتن علي مهر في المباراة الأخيرة أعتقد إن دا مع بطل أغندا أعتقد إن دا كان بداية الشرارة اللي خلتنا كمان نتكلم في هذا الأمر وخلت ناس كتير تتضافر معنا وتتضافر جهود كتيرة جدا عشان نقدر نصل إن شاء الله خلال الأيام القادمة وحاول النهاردة أو بكرة أو بعده أصل لدكتور جمال محمد علي ولو عنده وقت معين حيتم فيه بداية هذه الدورات دا بناء على كلامي مع أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قال لي كلم الدكتور جمال هو هيكون عنده الوقت وتزبطه الأمور مع بعض ويتم الإعلان عنها نتمنى يا رب كل التوفيق وأنا بشكر كل الناس اللي بتدعم قناة الأهلي وبتدعم البيت الكبير خلال الفترة اللي فاتت تحديدا خلال اليومين اللي فاتوا مش عايز أقول لحضراتكم قد إيه هي رسائل الدعم رسائل دعم أنا الحقيقة ما كنتش متخايم ما عرفش ليه يعني لكن أنا بشكر كل الناس ما تقلقوش الحمد لله والشكر لله دائما لما بنتكلم بنتكلم بأحقية وبنتكلم ورصنا دايما مرفوعة وبنتكلم بمصداقية وبنتكلم بأسلوب وأخلاق النادي الأهلي ما فيش حاجة بنخاف منها الحمد لله والشكر لله وبالتالي لما بنيجي نتكلم فوجئت بكمية رسائل دعم على السوشال ميديا وعلى تليفوني الخاص وعلى الناس كلها القريبين مني والبعيد عني الحقيقة كلهم من جمهور النادي الأهلي بيدعموني بشدة فأنا بشكركم جدا 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 بيدعموا البيت الكبير يعني بشدة فأنا بشكركم جدا على كل هذا الدعم ومش عارف أقول إيه لحضراتكم يعني لو أملك كنت الحقيقة عملت حاجات كتيرة جدا ولكن في النهاية أنا بقدي دوري وإن شاء الله إن شاء الله أظل دائما عند حسن ظن حضراتكم وإن شاء الله من حلقة أخرى تكون الأمور دائما إن شاء الله إن شاء الله تليق بجمهور النادي الأهلي وتليق باسم النادي الأهلي فأنا مرة تانية وثالثة ومليون مش عارف أوفي حق جمهور النادي الأهلي علي الحقيقة أو على البيت الكبير خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا لكن هو ده جمهور الأهلي ممكن يبقى زعلان شوية متدايق شوية من بعض الأمور اللي بتحصل من فريقه ومن النقد في الناحية الفنية شوية ولكن في النهاية لما بيحصل أي حاجة بتلاقي جمهور الأهلي عامل كده وبيوقف مع فريقه ومع ناديه ومع قناته فعشان كده هذا هو الفارق دائما ما بين جمهور النادي الأهلي وأي جمهور آخر في العالم كله علشان برضو محدش ودينا لسكة الأندية الجماهرية والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه بقالك يومين عموما مرة تانية شكرا جزيلا نهاردة حنتكلم في حلقتنا عن حاجة مهمة جدا محدش تكلم عنها بالمناسبة وحفتح مع حضراتكم ملفات كثيرة وأمور حنتكلم فيها سواء في الإنترو اللي حتكلم فيه مع حضراتكم أو مع ضيوفنا إن شاء الله في البيت الكبير النهاردة لكن في البداية عايز أفتح مع حضراتكم ملف شائك هو ملف شائك أنا عارف حيطلع فلان يقول مش عارف إيه وحيطلع اللان يقول كذا ويهبد ويدبد والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده ما بيفرقش معايا الكلام ده النهاردة عشرين تسعة قبل بداية مباراة السوبر بشهر وعشر تيام أو بشهر وتمان تيام أهو قبل كل الناس حتكلم مع حضراتكم في هذا الأمر وقبل الهنب سنة زي ما بيقولوا عشان ساعتها لما يجي وقت الأزمة الناس اللي حتطلع تشتمني النهاردة بالليل وبكرة يرجعوا يقولوا يا الله طب ده إسلام كان بيتكلم صح خلاص أنا بقول لك جهو من يوم عشرين تسعة قبل ما الأزمة دي تفرض نفسها وتكون ونكون عاملين حسابنا ومجهزين أمورنا كالعادة في الفترة الأخيرة في تضارب كبير جدا في المواعيد بشكل غريب هتقول لي مواعيد إيه هقولك جايلك في الكلام دلوقتي لكنه هو تضارب من نوع مختلف بيدل إن إحنا عندنا للأسف للأسف أن لا يوجد تخطيط الناس عندها حالة من الكسل الغريب مش عارفة بص في الورقة أو معرفش معرفش طب الأجندة الدولية فين مكسلة بص أشوف منتخباتي هتلعب إمتى أنا كمسؤول يعني في اتحاد كرة القدم تحديدا في المنتخب الأولمبي طيب خلينا نشوف ارتباطات المنتخب الأولمبي ونحدد مواعيد المباراة المهمة يعني إيه يعني أنت بتقول لي يا عم إسلام الكلام ده كله ما لك داخل سخنة علينا قوي كده ليه طب ما تفهمنا القصة الأول هقول لحضرتك حالة مباراة السوبر المحلي اللي هتلعب ما بين النادي الأهل ونادي الزمالك يوم 28 أكتوبر اللي جاي في الإمارات وتحديدا على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين من الممكن أن تكون أو يكون هذا المعاد متضارب مع موعد مباراة المنتخب الأولمبي في أولى مبارياته الرسمية تحت قيادة البرازيلي ميكالي من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة هتتلعب فين؟ هتتلعب في المغرب واللي هي بالمناسبة مؤهلة لأولمبيات باريس المقرر إقامتها يوم أو سنة 2024 بن شاء الله يعني مفروض أن منتخب مصر الأولمبي سيواجه الفائز من مباراة سواتيني وبوتسوانا في مواجهة الدور الثاني من تصفيات البطول احنا بشتلعب في الدور الأول خلاص طيب بشتلعب الحمد لله تصنفنا عالي للناس اللي كانت بتسأل خلينا في المنتخب الأولمبي طيب هذه المباراة تحدد لها أي أحد أيام من 28 إلى 30 أكتوبر طيب يا جماعة يوم 28 أكتوبر ده مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك مواجهة قوية وتنتظرها كل جماهير كرة القدم المصرية في العالم كله الأهلي والزمالك عندهم كم لاعب جوه المنتخب الأولمبي طيب هو احنا ليه بنعمل في نفسنا كده ليه ما فيش تخطيط وفيه عشوائية واضحة قوي لكل الناس أو أتمنى أتمنى أن ما يكونش طبعا فيه عشوائية لأنه مباراة الحقيقة مثلا وإحنا بقنا حرجع للموضوع ده تاني ولكن خلينا روح لموضوع مهم برضو وتكلمنا فيه مبارح مبارح وإحنا مع الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري اتكلمنا أو الأستاذ جمال الزهيري تحديدا قالك يعني هو الراجل فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول قال أنا مش بوعد بالتأهل لكاس العالم ولا لأوم الأفريقية حتى الأستاذ جمال الزهيري مبارح قال إيه قال يا جماعة إزاي طب إحنا جايبينه ليه طالما مش بيوعد بالتأهل لكاس العالم ولا أن احنا نفوز ببطولة الأهم الأفريقية طيب لكن أستاذ محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب المصري انتصل بي بفري الإعداد وقال لنا أن هذا الكلام هو كلام غير صحيح والراجل ما قالش كده خالص معلش أنا آسف جدا أقول لحضراتكم ترجمة الكلام اللي تقال علشان دي أمانة إعلامية الأستاذ محمد مراد قال لي يا كابتن إسلام قادي وبعت هالي زي ما هي قادي ترجمة الكلام اللي قاله مستر فيتوريا الأهم أنه يجب علينا نحن نشتغل كتير جدا الفترة اللي جاية بكل أمل وإرادة في كرة القدم ما نقدرش نوعد بحاجة لكن الأهم والواجب أن نقدم شغل كويس ونحقق الأهداف المرجوة من خلال البطولات الكبيرة القادمة ومعانا الفريق القادر على كده ومش معنى تغيير مدرب وإنه يجي مدرب جديد إن كل حاجة هتتغير أنا مقتنع إنه هيكون في شيء جديد وعندي الأمل والدافع إن شغلنا على أرض الواقع حيكون كويس جدا دي ترجمة اللقاء اللي عمله مستر فيتوريا بالنص زي ما بعتها لي الأستاذ محمد مراد المنصق الإعلامي للمنتخب الأول أو لاتحاد كرة القادم المنتخب الأول أنا بس حبيت أوري حضراتكم إن إحنا ما عندناش مشكلة مع حد لما بيبقى عندنا حاجة بنقولها طلع الأستاذ محمد مراد وقال لي يا كابتر إسلام واحد اتنين ثلاثة طلب حقك حنقول كل هذا الكلام على الهواء مباشرة وللجمهور اللي حق فيه اختيار ما يرى مناسبا أنا مش ضد حد ولا مع حد على حد ولكن لما يكون عندي مباراة أهلي وزمالك أهلي وزمالك أهلي وزمالك مباراة سوبر تم تحديد معدها يوم 28 إلا لو إحنا مش عارفين حاجة يعني إلا لو عندنا في اتحاد كرة القدم أو المسؤولين عن المنتخب الأولمبي شايفين حاجة ومش أيلنها في الإعلام لسه معرفش لو تفتكروا الكابتن أحمد مجاهد نفس الأزمة مع النادي الأهلي في كاس العالم لأن ده ساعتها وأمم أفريقيا وقال لك ليس كل ما يعرف يقال فهل كل ما يعرف كل ما لا يعرف يقال برضو حيتقلنه هذا الكلام أنا بقول لحضراتكو قبلها بشهر وثمانة أيام أتمنى من أي حد سامعني أن هو بيرد علي ويقول لي لو الله يا كابتن إسلام في واحد اتنين ثلاثة أو زي ما الأستاذ محمد مراد عمل حاجة محترمة جدا أنا بهني عليها وقلتها على الهواء مباشرة في الأنترو أول حاجة ما أخرتهاش كمان عشان ده حق أنه هو نقول له هذا الكلام يوضح الحقيقة للناس وأنا مش عايز غير الحقيقة فقط مش عايزين حاجة تانية فأنا بيقول لحضرتك نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا ستواجه أن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي اللي حتقام في الإمارات يوم 28 ليه إسلام بتقول كده لأنه في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية اللي حتقام دورها التانية في المغرب شاء الله اللي حتتلعب دورها التانية البطولة حتتلعب في المغرب الدور التانية حنلاعب الكسبان من بتسوانا وإسواتيني يوم كام يوم 28 29 30 طيب حنلعب يوم 28 يبقى مطش للأهلي والزمالك مش هيتلاعب 29 يبقى مطش أهلي والزمالك مش هيتلاعب يوم 30 يبقى مطش أهلي والزمالك مش هيتلاعب والمطش في الإمارات يعني فيه سفر وفيه ناس رايحة وفيه ناس جاية إلا لو كان هناك تغيير في المواعيد ومحدش قال لنا لسه أنا معرفش وحاولت طبعا أنا عرف لكن محدش قال لي الناس اللي بنكلمها ومصادرنا كلها قالوا لنا لأ ما فيش تغيير في المواعيد ممكن يكون فيه تغيير ومحدش قال لنا لكن أهو أنا بقول قبل المباراة بشهر وثمانة أيام أن هناك مشكلة أنا حتكلم عن النادي الأهلي طبعا أن هناك مشكلة ستواجه النادي الأهلي في هذه المباراة لو المباراة المنتخب الأوليمبي لم يتم تغيير معادها أو لم يتم تغيير معاد مباراة السوبر إحنا عندنا مصطفى سعد ميسي يعني بس أنا أتكلم عن الصفقات الجديدة مصطفى سعد ميسي لعب النادي الأهلي دلوقتي موجود في المنتخب الأوليمبي أكيد هنبقى محتاجينه أنا الكلام ده بقوله أهو قبلها بشهر وثمانة أيام ولا عايزين تقوله ما نلعبش بلعبت المنتخب الأوليمبي ما أنا شفت كل حاجة الفترة اللي فاتت فأنا حبيت أقول أنا حبيت أقول من دلوقتي النادي الأهلي في وقت من الأوقات وافقة أو يعني فضل مصلحة بلده على مصلحة أي حد تاني فضل مصلحة بلده على مصلحته الشخصية أو مصلحة النادي في ذلك الوقت واللعيبة سافرت مع المنتخب الأوليمبي اللي طلبها كابتن شوقي غريب في ذلك الوقت وسافروا مع المنتخب الأوليمبي طيب احنا بنقول قبل المباراة بشهر وثمانة أيام عايز تقول لي المطش هيتلاعب من غير اللعيبة عايز تقول لي المطش لا الموعيد حتتغير وانت ما تعرفش عن إسلام ماشي ما عنديش مشكلة مع أني سألت والله مصر كلها وكل الناس أكدت لي إيه ده بجد والله يتقال لي كده لكن أنا بقول لمسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري يا جماعة عندنا مطش يوم 28 عشرين أهلي وزمالك سوبر محلي والمنتخب الأوليمبي عنده مطش يا تمانية وعشرين 29 يا تلاتين هنعمل إيه علامة استفهام أتمنى إن حد يطلع يرد علينا بدل ما نستنى لغاية يوم 20 ولا 21 وتقول لنا آه المشكلة وليس كل ما يعرف يقال خدنا من الكلام ده كتير فعشان كده بنقول من بدري خدنا من الكلام ده كتير قوي فعشان كده بنقول من بدري قد يكون هناك تنصيق ما بين الاتحاد وما بعرفش ما عنديش فكرة حاولت أسأل لكن ما حدش قال لي حاجة الناس قالت لي إن الموعيد زي ما هي طب الموعيد هنلعب إزاي مش فهم حد بس يطلع يطمننا ويقول لنا وبعد كده نبقى نشوف بقى مين اللعيبة ومين اللي مش حيحصل إيه خلال الفترة اللي جاية بس بعيدا عن هذا الأمر لماذا لنا نتعلم من الأخطاء ده من 4-5 شكو ده ما كملناش سنة والله شهر واحد اللي فات نفس المشكلة بالزبط كاس الأمم الأفريقية تتعارض مع كاس العالم للأندية النادي الأهلي كالعادة بيفضل مصلحة بلده على مصلحة النادي وفي النهاية مع أن في الوقت ده منتخب مصر بيمثل مصر طبعا والنادي الأهلي بيمثل مصر في كاس العالم للأندية ولكن النادي الأهلي لعب المباراة قوله ربنا كرمنا وكسبنا وبعد كده اللعيبة جد قبل المباراة التانية بـ 24 ساعة وحصل اللي حضراتكم شفتوه أزمة بدون الأزمة كان النادي الأهلي بطلها في ذلك الوقت أتمنى أن يتم حل هذا الأمر خلال الفترة القادمة بيني وبينكو؟ بيني وبينكو يعني كابتن سامير زاهر الله يرحمه الله يرحم كابتن سامير زاهر رحلت بجسدك لكن فاكرينك بصراحة تكرك كل شوية لما بنشوف اللي بيحصل ده ترحم عليك لم يستفد أحد من خبرة هذا الرجل الكبير الكابتن سامير زاهر الله يرحمه فأتمنى يا رب كل التوفيق اللي حيحصل خلال الفترة اللي جاي أتمنى أتمنى أن يكون هناك بالفعل يعني والله أنا سألت كل الناس سألت ناس كتيرة جدا في هذا الأمر وكل الناس قالت لي إسلام لا يعني ما حد من عرفش 28 و28 هل من الممكن أن يكون هناك تغيير في المواعيد؟ ما عرفش أنا منتظر المسؤولين في الاتحاد الكرة القدم أو في المنتخب الأولمبي يطلعوا يوضحوننا هذا الأمر أو محمد مراد أو الأستاذ ياسر عبد العزيز أي حد مسؤول عن هذا الأمر يطلع يقول لنا كلهم منسقين الإعلاميين عارفين أرقامنا وعارفين طبعا أرقام كل الناس وبالتالي تقدروا تتوصلون لنا بسرعة جدا طيب بكرة إن شاء الله أولى مباريات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد أول تجربة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي هشوف تقريبا كل اللاعبين عن قرب يعني خلي بال حضرتك التمرين أو التدريب يختلف تماما 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 عن الماتش والماتش الودي يختلف تماما 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 عن المباراة الرسمية وبالتالي أول مباراة ودية لما باجي بص لها أنا كمدير فني أنا شايف اللاعبة وهي بتتمرن قدامي شايف الباكة اليمين بيجري ناحية اليمين وشايف الباكة الشمال وبيعمل اللي أنا بقوله عليه طيب لما يتحط تحت ضغط شوية هيديني إيه هيديني أقل ولا هيديني أكتر أنا كمدير فني بقى بقعد بتفرج مش هصحح أخطاء لو أنا ما كان المدير فني عامل كده مش هصحح أخطاء أنا خلال العشر تيام اللي فاتوا ولا الإسبوع اللي فات علمت الفريق حاجات معينة بدنيا الصبح وبالليل بيبقى تاكتكس زي ما شرحت لحضراتكم فبالتالي إيه اللي أنا علمته للفريق خلال الفترة اللي فاتت هينفزوه بنسبة كام ده اللي المفروض يحصل في المباراة الأولى المباراة نفزنا التاكتكس اللي هو عايزها بنسبة المدير الفني عايزها يعني بنسبة 50-60% يبقى المباراة الثانية 70% يبقى المباراة الثالثة 80-90% بحيث أن أنا روح على المباراة الرسمية أقدر أنفز اللي مطلوب مني كلاعب بنسبة كبيرة جداً وتبقى ترضي المدير الفني لأن ساعتها مستوى اللي يقل بدنية بيرتفع وبالتالي بعد ما خدت راحتي فبالتالي زهنياً الأمور بتتغير وبتبقى عندي قدرة زهنية وبدنية وأنا نفسي كلعيب عايز ألعب أرجع ألعب كرة تاني ونفسي ألعب كرة تاني بقى لي فترة إجازة شهر ولا حاجة فده كله بيؤثر من المفترض أن ده بيؤثر بشكل إيجابي على كل اللاعبين عشان كده لما بجي أو لما جيت أتكلم مع حضراتكم في بداية السنة كنت بقول لكم أنا بالنسبة لي النادي الأهلي يعني إحنا عملنا ثلاث صفقات لغاية دلوقتي بشادي حسين ومصطفى ميسي وسافيو طيب الثلاث صفقات دول بالنسبة لي مش هما الصفقات اللي عملهم النادي الأهلي فقط لا النادي الأهلي من وجهة نظري عمل 11 صفقة إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده أيوة صدقوني عودة محمد الشناوي بعد الأجازة صفقة عودة ياسر إبراهيم بعد الأجازة صفقة عودة أيمن أشرف بعد الأجازة صفقة عودة عمر السلية وحمدي فتحي وقاليو ديانج بعد الأجازة صفقة عودة علي معلول بعد الأجازة صفقة عودة محمد شريف بعد الأجازة صفقة عودة محمد مجدي أفشة بعد الأجازة صفقة عودة حسين الشحات وطهر محمد طهر صفقة 11 اهو ورجعنا وأكرم توفيق صفقة جديدة بقاله سنة بعيد عننا وبالتالي ادي 12 صفق بجانب الثلاث صفقات اللي احنا جيبناهم لغاية دلوقتي وحنشوف هيحصل ايه هل هيبقى فيه ولا ما فيش لسه هنتكلم في هذا الامر بعدين لكن في النهاية انا بشوف ان اللي عامله النادي الاهلي والتوليفة اللي معمولة من قبل المدير الفني مع ادارة الكرة في النادي الاهلي حاجة محترمة جدا حاجة محترمة جدا 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 سكواد النادي الاهلي سكواد قوي حضراتكم عارفين هذا الكلام كويس جدا عشان كده انتو زعلانين قوي ان الدوري ما يجاش السنة اللي فاتت حاسين بيكو طبعا وعارفين كل حاجة لكن ان شاء الله الاسكواد ده لما يعود ويلعب الأسماء اللي انا بقول لحضراتكم برسي تاو عودة برسي تاو ان شاء الله خلال اسبوع كل دي صفقات جديدة رامي ربيعة واكتسابه للمسة المباريات في الخمس ست مباريات الاخيرة اللي لعبها الشباب اللي كان موجود عودة كهربا ووجوده في التمرين حتى الان حاجات كلها محمد مغربي عودته من التشيك اعتقد اضافة جيدة في الناحية الدفاعية ناحية الليمين اكرم وكريم ومحمد هاني ناحية الشبال علي معلول طبعا انا بكلم عن المنتخب كمان علي معلول وكوكا مجموعة اللاعبين كلها لما تيجي تتكلم هتلاقي عندك مجموعة لعبين جيدة جدا 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 كانت محتاجة بس ان هي تريح كانت محتاجين ان هما يريحوا بالفعل ريحوا بالفعل اللي بيروح التمرين او اللي بيتابع تمرين النادي الاهلي حتى من خلال قناة النادي الاهلي وانت قاعد بتتفرج كده بتحس بالاختلاف تحس ان اللعيبة وهي بتتحرك مستريح مستريحية التمرين قوي وكل حاجة لكن انا كلعيب بقى زهنيا انا عايزة لعب عايزة محمد هاني وعلي معلول والناس كلها وكرم وعمر وحمدي والناس اللي موجودة هنا واللي في المنتخب كله عايز يلعب كله عايز يلعب ملعب وحشنة وجمهور الاهلي وحشنة ودوري وحشنة وكاس وحشنة وفطولة افريقيا وحشتنا البطولات كلها بتوحشنة حتى لو متواجين بيها مابنش باعش بطولات هذا هو النادي الاهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني خصوصا اوه نتفرق كده حضرتك وشوف بص ياسر بيتحك ضحكته لطيفة حسين هتلاقيهم قطعبانين من التمرين زي ما قلت لحضراتكم التمرين بيقسم بشكل بدني وجيم الصبح أكتر بالليل بيبقى تاكتكس أكتر لكن هذه هي كرة القدم على الجانب الآخر محمد الشنوي وعلي لطفي وحمزة ومجموع من مصطفى شبير مجموعة اللاعبين كلهم اللي موجودين لأ تحس ان انت عندك سكواد قوي سكواد قوي هل ده معناه ان مفيش صفقات مش عارفين لسه إيه اللي حيحصل لسه باب الصفقات مفتوح لغاية يوم عشرة محدش عارف هل ممكن يكون فيه ولا لا لو فيه سيتم الإعلان لو مفيش هو ده فريقنا اللي حنلعب بيه هم دول اللاعبتنا هو ده اللي احنا عايزينه هم دول اللاعب اللي احنا شايفين ان هم ووسقين فيهم كلنا مع مدير فني بصوا حضراتكم انا لما يعني المرأة اللي فاتت لما سألت على سوارج اتقال لي حاجاته عالية حتى ما طلعتش اتكلمت مع حضراتكم فيها فطبعا اول حاجة بتسأل عليها ايه شخصية المدرب كولر بالنسبة لللاعبين اخ اكبر او اب لبعض اللاعبين الفترة دي بسرعة كده هتقول لي حصلت اه وهو ده الفرق بالمناسبة ما بين مانويل جوزيه لما كان موجود في اسبوع في اسبوعين كان اب وكان اخ كبير لمجموعة اللاعبين اللي موجودين بغض النظر عن الاسماء اللي بيلعب واللي ما بيلعبش كان بيحب مانويل جوزيه اللي بيلعب واللي ما بيلعبش اللي مشي من نادي بسبب مانويل واللي بيلعب في النادي بسبب مانويل برضو بيحبه لغاية دلوقتي انا واحد من الناس مشيت من النادي القالي بسبب مانويل جوزيه ولسه متصل بيه من أسبوعين مثلا متصل أتطمن عليه فقط لغير فهذا الرجل حتى هذه اللحظة اللعبة بينظروا ليه بشكل رائع شكل حلو مش عايزين نكبر الأمور قوي برضو علشان ما تبقاش إيه ببصلوا بشكل كويس شايفينه رجل هادئ الطباع ولما بيتنرفس بيروح يوجهك روح يعمل كذا 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 ده اللي أنا أعيزه منك لمصلحة اللاعب ولمصلحة الفريق وعلى المستوى الفني هو مقنع لللاعبين ده اللي قدر أقوله دلوقتي هو مقنع لللاعبين أحسن أكتر من ناس تانية أكتر من مديرين فنيين تانين وبالتالي أعتقد أن ده الحمد لله كل هذه الأمور حتى هذه اللحظة هي أمور تدعو إلى التفاؤل وأنا قلت ده قبل كده بداية موسم ناس واخد أجازة ثلاث أسابيع من ثلاث أسابيع لشهر وبعدين بداية موسم مدير الفني بدأ معاك الصفقات اللي جات خلاص تم اختيارها الصفقات اللي جاية يجب أن يتم موافقة المدير الفني عليها إذا كان هناك صفقات دعم من مجلس الإدارة ودعم من الجماهير الكل على قلب رجل واحد بتحصل ممكن الناس تبقى زعلانة مثلا من إسلام شوية لكن أول ما يلاقوا إسلام في محنة يوقفوا معا جمهور الأهلي يوقف معا وقفة رجالة وقفة جمهور الأهلي اللي أنا حسميها وقفة جمهور الأهلي مهمة الرجالة وقفة جمهور الأهلي فعشان كده لما أنا بقول إن ده أعظم جمهور في العالم هذه هي الحقيقة أنا بشوف كده هذا التليفون ده شاهد على أول من أول مبارح للنهاردة هذا التليفون ده ما بيبطلش حضراتكم محترام الجامعين اليوفي والريال وكل الناس اللي عايز يقول حاجة يقولها لكن جمهور الأهلي بالنسبة لي هو رقم واحد من اللي بشوفه اللي بشوفه ده التليفون ده شاهد على حاجات كتيرة جدا فعشان كده الحمد لله الأمور في هذا الموسم هي أمور رائعة وأمور جيدة تدعوه إلى التفاقل ربنا يكملها على خير إيه اللي هيحصل بكرة في المطش محدش عارف هل المطش ده هنكسب أو هنتغلب أو هنكسب خمسة ولا ستة أو هنتغلب باتنين تلاتة ولا يفرق معي أنا شخصيا يعني أنا بدي لحضراتكم خبرات شفناها كتير ممكن جدا يكون الراجل مزود الحمل فبيدي اللعيبة المباراة دي عشان يعمل حملة تاني بس في مطش حاجات في التدريب يعني فممكن تلاقي اللعيبة مش قادرة تجري خلاص فممكن تتغلب طبيعي لكن هو بينفذ حاجة في دماغه زي ما قلت لحضراتكم من خلال هذه المباريات الراجل ده عايز ينفذ جملة معينة أو جمل معينة بيعملها مش فارق معه النتيجة مش فارق معه وقفت الباك اليمين ازاي وقفت الباك الشمال ازاي الاتنين اللي ستوبرز وقفين ازاي هذه هي مرحلة اعمل اللي عليك ونفذ اللي بيتقلك بس كده لغاية ما تقف على رجلك عشان بعد كده يبقى توفيق ربنا بقى مع التاكتكس اللي الراجل عايز يعمله فكل حاجة الحمد لله حتى هذه اللحظة الحمد لله خلي بالحضرتك كل اللي انت عملت سمعه حوالين النادي ده اي كلام ده فقاقيع هواء تلاقي عملت طن وخلاص ولا تؤثر على اي حد في النادي من ادارة او من لعبين او من جهاز فني كل النادي دلوقتي بمجلس ادارته بجهاز الكرة بتاعه بالمشرف على الكرة بكل الناس وقف على الفريق كده كتلة واحدة كلنا عاملين كده وروحنا واحدة اعمل اي حد عايز يعمل حاجة يعملها محدش هيعرف يخش وسط هذه الكتلة ابدا لانها دائرة مغلقة جمهور النادي الاهلي بيحمي دايرة النادي الاهلي في كل شيء بيحمي لعبته بيحمي جمهوره من اي اذى من بعض المؤذيين ها وانتو عارفينهم كويس جمهور الاهلي بيحمي وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب بالنسبة لجمهور النادي الاهلي فبكرة المباراة دي هنستنى نشوف ايه اللي هيحصل فيها الترتيبات اللي هيعملها الراجل خلال الفترة اللي جاية هنشوف هتبدأ ازاي ابتداء من مباراة بكرة ان شاء الله بمناسبة هذه المباراة هنسجل المباراة بس طبعا مش هنزحها الا بعد الرجوع للجهاز الفني ده الاتفاق ده اللي احنا هنقوله لحضراتكم مرة تانية مباراة بكرة احنا هنسجلها وهتبقى معانا ولكن مش هنزحها على شاشة قناة النادي الاهلي الا لما الراجل يقول اوكي لما المدير الفني يقول اوكي احنا متفقين على كده كمان الحاجة الجديدة اللي تدعو للتفاقل دي برضو من مصادرنا ان ان شاء الله ان شاء الله سيكون هناك زيادة جيدة سيكون هناك زيادة جيدة في عدد الجمهور ان شاء الله في المباراة القادمة كم؟ معرفش ممكن نبقى خمسة الكرام اللي بتقال انه هتزيد من الضعف بدل خمسة هتبقى بدل الفين ونص سوريا هتبقى خمسة جمهور الاهلي الخمسة بخمسمائة الف خمسمائة مليون نعنديش مشكلة اقول زي ما انت عايز تقول فبالنسبة لنا كل حاجة تدعو للتفاقل كل حاجة حلوة كل حاجة حلوة فحاجة جميلة جدا جدا ان شاء الله وزي ما قلت لحضراتكم اكتر حاجة بتدعو للتفاقل هي ان شاء الله مضاعفة اعداد الجمهور لان ده اكتر حاجة هيستفيد منها النادي الاهلي لانه اعظم جمهور في الكون احلى حاجة في الدنيا ان انت تشوف مثل هذه الاجاني طبعا ولا ميت اغنية ولا الف اغنية توفي ولا قصيدة شعر ولا الف قصيدة شعر توفي جمهور النادي الاهلي حقه في كل حاجة جمهور النادي الاهلي ده تحديدا اكتر جمهور في العالم بيحب فريقه اكتر جمهور في العالم بيقف مع نديه في اي حاجة ممكن تلاقيهم قصين جدا في نقدك لكن لما يبقى في مشكلة ولا في حاجة وفي ناس مخلصة ناس بتحب بلدها وناديها بتسافر ورا فرقتها بتدفع من كل حاجة مش مستفيدة اي حاجة اغل حاجة واحدة بس عايز النادي الاهلي فقط ان هو يكسب يتحملوا مشقة سفر يتحملوا من محافظة للمحافظة من مدينة لمدينة من بلد لبلد لكن من ان يا اهلي احنا كعب داير وراك زي ما بيتقال زي ما جمهور النادي الاهلي دايما بيقول فانا دايما الحقيقة يظل دائما جمهور النادي الاهلي هو الحامي الرئيسي لفريق الكرة وفريق السلة وفريق فهو السيف والدرع للنادي الاهلي ولي اسم النادي الاهلي ولكل عنصر دائما في منظومة النادي الاهلي خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل بقى هنرجع نقرأ أخبارنا أخبار البيت الكبير أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلينا نبدأ فقراتنا أو أخبارنا النهاردة تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي للنادي الاهلي عقد المكتب التنفيذي للنادي الاهلي برئاسة سيدة العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي اجتماعا مطولا أمس بفرع مدينة نصر في حضور كل من المهندس خالد مرتاجي أمين السندوق والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وأمين سر اللجنة ناقش المكتب التنفيذي العديد من الأمور الخاصة بقطاعات النادي المختلفة وأوصى بعدد من التوصيات على النحو التالي الموافقة على طلب جهاز السباحة باستمرار عمل المدارس بالمنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر والبدء في عملية تدفئة المياه في ضوء الدراسة المقدمة من مدير المنطقة الشراء برجي كرة سلة بالصالة المغطى الموافقة على إقامة الحفل السنوي السادس لأكاديمية البالي والذي سيقام بدار الأبرى المصرية واعتماد الميزانية المخصصة للحفل الموافقة على تكليف المكتب الاستشاري الهندسي صبور بعمل المواصفات الفنية لتغيير أرضية ملاعب كرة اليد بمقر النادي بالجزيرة أيضا الموافقة على الممارسة الخاصة بشراء الأدوات المطلوبة من جهاز الكرة الطائرة رجال وسيدات الموافقة على صفر مدربة السباحة عزيزة محمود محمد إلى كندا لحضور الدورة التدريبية للاتحاد الدولي للسباحة الموافقة على أعمال تغيير كابلات الانترنت بالصلاة الجديدة بفرع النادي بالشيخزاية الحقيقة هذه القرارات قرارات هتقول لي أو يعني توصيات هامة جدا سيتم طبعا عرضها على مجلس إدارة النادي الأهل إن شاء الله في أول اجتماع قادم والحقيقة اللي بيحصل في النادي الأهل زي ما حضرتك شايف كده عندنا آه كرة قدم وعندنا وعندنا ولكن في السلة قديك شايف في إيه اللي بيحصل في الطائرة إيه اللي بيحصل الأدوات اللي بيتم طلبها من الجهاز الفني واللعابين بنجيبها الصالة الهند بول اتقال عليها شوية حاجات الفترة اللي فاتت هتتغير الأرضية بتاعتها كلها إن شاء الله بعد موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه القادم حاجات كتيرة جدا بيتم عملها بتثقل المدربين بتوعك من خلال وجودهم في دورات تدريبية في البلاد الأوروبية وفي كندا زي ما حضراتكم شايفين هندفي أو سيتم تدفئة مياه الحمامات السباحة خلال الفترة القادمة إن شاء الله بعد عمل الدراسة لهذا الأمر وبالتالي كل ما يحدث داخل النادي الأهلي بيدعو للتفاؤل زي ما حضرتك شايف آه بنحرف في الكرة وبنحرف هنا وبنحرف هنا وبنحرف هنا ولكن في النهاية أعضاء الجمعية العمومية اللي موجودين وأعضاء الجمعية العامة في النادي الأهلي دائما عايزين نشوفوا النادي الأهلي في أفضل حال عايزين نشوفوا البنية التحتية اللي موجودة في النادي الأهلي مختلفة في فرق الشيخ زايد بيتم تغيير الكابلات الخاصة بالإنترنت علشان تبقى وحضرتك قاعد مستليح في كل الأمور كل الأمور إن شاء الله بيتم حلها علشان تبقى الفترة القادمة فترة ازدهار رياضي ومن الناحية الإنشائية زي ما كانت خلال الفترات النادي الأهلي محاضرة فنية وتأهيل لبيرسيتاو وراحة لسافيو خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانو مساء اليوم على ملعب التيتش استعدادا لمباراة بيتروجيت الودية التي تقام مساء غدا في أولى الوديات وزي ما قلت لحضراتكم حاجات هامة جدا تخص النادي الأهلي تكلمنا عنها إن شاء الله إن شاء الله بادرت خير لأن الموسم بتاعنا سيبدأ بمواجهة الاتحاد المونستيري وهو واحد من أقوى الفرق يعني فريق جيد هللعبوا في دوري الاثنين وثلاثين بدوري أبطال إفريقيا لكنه فريق جيد جدا 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 قبل انتراق المران عقد مرسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة إحماء عقبتها تدريبات الكرة وأدى البرازيلي برونو سافيو جلسة في الجيم ثم قام بالجري حول الملعب بعد حصوله على راحة من ميران اليوم وفقا لرؤية الجهاز الطبي وبالتنسيق مع الجهاز الفني بسبب إجهاد بسيط لللاعب نتيجة مشاركته في عدد من المباريات قبل وصوله للقاهرة زي ما حضراتكم عارفين هو كان في بوليفيا فكان بدأ فترة إعداد كبيرة وبعد ذلك لعب مبارات وجي النادي الأهلي بيبدأ فترة إعداد أخرى وبالتالي فضل الجهاز الفني بالاشتراك برأيه طبعا مع الجهاز الطبي في إراحة اللاعب خلال الإنبالح والنهاردة إن شاء الله طيب أيضا عايز أقول لحضراتكم أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بيصل مصر يوم الجمعة ويزور متحف الحضرات توماس بخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بيصل إلى القاهرة مساء الجمعة القادم مع وفد رسمي ممثلا عن اللجنة الأولمبية الدولية ويقوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته بتفقد مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتفقد مقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبي والعديد من المنشآت الرياضية محمد صلاح بيصل القاهرة استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب وسلبية مسحة لاعبي الزمالك والمحترفين في معسكر المنتخب آخر المنضمين لمعسكر المنتخب بقيارة المدير الفني روي فيتوريا زي ما حضراتكم شايفين كان فيه كلام على أنه قال بعض الأمور الخاصة بأنه لن يكون هناك كلام على أنه محدش يطالبني بأنه أترشح للمباراة النهائية أو أخذ بطولة الأمم الأفريقية أو أصل إلى كاس العالم القادم وطبعا تم نفي هذا الكلام جملة وتفصيلا وهو قال إحنا هنجتهد ونعمل كل حاجة عشان نقدر نفوز بكل الألقاب لعبوا المنتخب الأولمبي يتسابقون للفوز بثقة ميكلة في معسكر المنتخب في الأسكندرية منتخب الشباب يواصل تدريباته قبل مواجهة طلاقع الجيش وديا وإن شاء الله كل المدربين أو كل المنتخبات في أسكندرية بيلعبوا مباراة سواء منتخب الشباب 2003 أو منتخب 2006 أو حتى المنتخب الأولمبي مع المنتخب الأول إن شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق خلال الفترة القادمة الحقيقة جريد ويصل للقاهرة غدا لإعلان تولي تدريب النادي الإسماعيلي واحد من الموديلين الفنيين الجيدين جدا بالمناسبة خاد الكنفدرالية مع النادي الأهلي وواحد من الموديلين الفنيين الجيدين جدا اللي أعتقد هيعمل مستوى جيد ويرفع مستوى النادي الإسماعيلي مع الصفقات اللي جابها النادي الإسماعيلي خلال هذا الموسم بالمناسبة النادي الإسماعيلي عامل موسم جيد في الصفقات أو في هذا المركاتو نتمنى أنا شخصيا أتمنى للنادي الإسماعيلي كل التوفيق جريده سيصل غدا ليتم إعلانه أو ليتم ليتم إعلان وجوده في مصر من خلال وجوده كمدير فني للنادي الإسماعيلي خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل حنستقبل نجمين الكبيرين الكابتن عادل طعيمة والكابتن ماهر همام حيكونوا في ضيافتنا نتكلم فنيا أكثر عن مباراة بكرة أو مباراة الإعداد بتبقى عاملة إزاي كيفية استفادة المدير الفني من مثل هذه المباراة بعد الفاصل النجم الكبير كابتن عادل طعيمة والنجم الكبير كابتن ماهر همام في ضيافة البيت الكبير أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضيوف نجمنا الكبار نجم الكبير كابتن عادل طعيمة زي كابتن عادل كابتن إسلام شرفه ونور نورك يا كابتن أنا خليك قادر نجم الكبير كابتن ماهر همام زي كابتن إسلام شرفه ونور كابتن عادل حبدأ مع حضرتك بغداً إن شاء الله أولى المباراة الودية للنادي الأهلي بعد العودة من فترة أجازة هنأعتبرها فترة أجازة لأن من فترة طويلة جداً ماخدنش مثل هذه الأجازة وبالتالي كيف يستفيد المدير الفني أو كيف ينظر المدير الفني للمباراة الودية الأول بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم أنا ليه بس كلمتين في البداية على المدير الفني تفضل الحقيقة ليه ملاحظات عليه وكلها ملاحظات إيجابية نعم الراجل جاي من بلده ما راحش على الفندق راح رايح على طول على الملعب علشان هو عارف أن الوقت المتاح ليه عنده شهر صح الشهر اللي عنده ده هيلعب بعديه السوبر وعنده أفريقيا ما بنحسبهاش زي ما الناس بتحسبها يعني يقولك ده لسه فاضل شهر في علم التدريب لو عنده 30 يوم هيدي أربع أيام أجازة من كل أسبوع لازم بقي فيه يوم أجازة هنقول فيه يوم كمان يبقى خمسة هيبقى عنده خمسة وعشرين يوم الخمسة وعشرين يوم دول لو ضربناهم لو بيتمرن كل يوم أربع ساعات هذه متين ساعة المتين ساعة دي بتتوزى ما بين أحمال حاجات بدنية ثم حاجات فنية ثم تكتيك اللي هي راجل هي العب به إلى الجارب طبعا الأمور الأخرى الإدارية والأمور النفسية دي أول ملاحظة أنه أول ما جيه نزل على الملعب على طول الحاجة التانية من الملاحظات الإيجابية أنه ما تصلش بويلر علشان ياخد معلومات منه عن الفرقة وبالتالي الراجل ما هواش عايز دايما انطباعه أنا انطباعي أنا لأن ده المسأل اللي احنا للأسف بنعاني منه إن الإنسان لما بيبقى في مكان ممكن يسمع بيسموها ودني بالعامية بتاعتنا ودني يعني إيه يعني أنا فلان ده فيه وفيه 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 لا أنا هتعامل معاك من البداية كلاعب وكإدارة ثم بعد كده ممكن أنا أبني كلام عليك الحاجة التالتة لغى المعسكر الراجل دي طبعا واضح جدا أنه هو راجل أمين جدا فيه تصرفاته وبيحس تحس أنه هو زي ما هو قال إن أنا العيلة بمعنى إيه بمعنى أنه أنا هروح معسكر أي مدرب أروح أخذ اللعيبة وروح معسكر لا هو عايز يطلع معسكر وهو مستقر على اللعيبة اللي هو هيبدأ بيها الدوري بتاعه وكل البطولات اللي هي متاحة لي بإذن الله تعالى بين سوبر ودوري وأفريقيا وكاسعالم وكل أمور دي المناحظة التالتة إنه الصفقات اللي هو بيأديها طبعا بيأديها بشكل علمي قوي جدا البداية اللي أحيانا بنخفل منها إنه عمل التحاليل الطبية اللي هي ما كانتش متاحة نتيجة الضغوط وبعدين عمل القياسات القياسات دي ضغوط المباريات يعني نعم طبعا وبعدين القياسات اللي بيعملها قياسات اللي بيعملها طبعا دي كلها حاجات صحيح هي بيقال إنها أول مرة تعمل لا إحنا أنا أنا شخصيا عملتها من ست سنين في النادي كان عندنا قياسات وأجهزة بتقيس قوة العضلة وكل الأمور بتعلق بالفرق وكنا بنعملها لتناشر فرقة في النادي قياسات على الجهاز البدني وعلى الجهاز العصبي وعلى كل الأجهزة والعضلة بتقوى كل شهر ولا لأ كل الأمور دي برضو المراحزة التالتة أو الرابعة الراجل بالنسبة لأرضية الملعب عايز تغيير لأرضية الملعب وده برضو من الحاجات اللي هي بتؤثر علينا في الإصابات بتؤثر علينا طبعا الجوانب الطبية والحاجات دي هو متابعها فالحقيقة أمور كثيرة جدا إن هو الراجل ملاحظاته عليها بتوضح إن هو راجل بيتقن عمله ما هوش ودني بيحاول بقدر إمكانه إنه كل لعيب هياخد الجرعات اللي هو محتاجها مش كل الناس هتاخد زي بعض وبالتالي من خلال القياسات بيعرف مين اللي محتاج ومين اللي مش محتاج أنت محتاج جهد قد إيه العضلة بتاعتك محتاجة قد إيه والمتابعة طبعا كل دي أمور ملاحظات مباشرة مباشرة بالخير بتقول إن إحنا على التراك الصحيح حتى بالنسبة للولاد اللي موجودين كان فيه برضو أحياناً ولاد ما بيخدوش حقوقهم في اللعب وبرضو من خلال حضرتك أنا بقوشيد باللجل التخطيط والكابت الخطيب لاختيارهم موسيماني موسيماني جهة عمل إنجازات من خلال الإدارة ومن خلال الجمهور ومن خلال اللعيبة من خلال الزملاء وفي الجهاز فالراجل ده لا يمكن نغفل الجهد اللي هو بزله إذا كان هناك بعض الأخطاء مين فينا ما بيخطأش كلوب بيخطر جورديولو أحسن مدرب في العالم بيغلط وشوف الأسابيع اللي فاتت والبطولات اللي فاتت كان هناك أخطاء من اللي اتنين ومع ذلك هم الأفضل على مستوى العالم فبرضو من خلال حضرتك بنقول الكلام ده موسيماني لازم نشيد به ونبعث له رسالة إن جمهور الآلي شايل له كل الحب وكل الثقة وكل الاتمئنان إنك أنت كنت علامة في تاريخ الندر الآلي من خلال حصن الاختيار بالنسبة أنا طولت معلش السؤال لحضرتك هنيجي للسؤال لكن نسمع برضو ملاحظاتك بتمهر على المدير الفني مستر كولان بص إسلام يعني عوارنا عزين نحية طبعا لجنة تغطيلة الكابتال محمود الخطيب نعم إن حصل نوع من التأني في اختيار المدرب يمكن تعرضت سفيات كثيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت ده كابتال عادل مدارس مختلفة لكن وقع الاختيار على الراجل ده إحساسا طبعا الراجل ده أولا 61 سنة والسن ده بيعتبر نضج في التدريب بشكل كبير السفي بتاعه قوي جدا محطات اللي اشتغل فيها محطات على أعلى مستوى الدوافع والشخصية اللي راجل موجودة من خلالها واضح أنه هو جدي إحنا كنا محتاجين كابتال عادل كابتال إسلام محتاجين هيد كوتش بالمستوى ده كنا تملي بنكلم إحنا النادي الأهل عايز هيد كوتش نعم نرجع للزمن فيه كان هيدو كوتي كان مستر رفايسا كان مستر منوش جوزيه أنا شايف الراجل ده ممكن يعيد أمجاد مستر منوش جوزيه مرة تادية من خلال من خلال الشخصية من خلال الإسرار زي ما كابتال عادل كده اتكلم أن الراجل من المطار للقلعة الحمراء مزبوط لتتش واضح للجدية واضح الإسرار الراجل دخل الجيم دخل أرضية الملعب شاف اللعيبة شاف العمال واضح أنه شخصية كمان متوضعة سلم عن الناس كلها اللي حتتعامل معاه وده بيدي ثقة وبيدي رسائل أنه راجل محتاج كل المنظومة اللي موجودة معاه عشان ينجح الحاجة التانية كمان أستأمل تحصل بالرجل ده أن راجل الطلب ملفات إذا كانت مستر موسيماني أو مستر ريكاردو والتقرير من خلال الفنية أو الطبية اللي وصل لها اللعيبة في خلال الفترة دي عشان يقدر كمان يتعامل معها بشكل كبير الإصابات يتكلم عن الإصابات والإصابات دي هل إصابات عضلية ولا إصابات من الإجهاد كل الحاجات دي الراجل قاعد مع الجهز الطبي كمان عشان يتأكد أن الحاجات دي كانت نتيجة الإجهاد ونتيجة استمرار اللعيبة لثلاث سنوات طبعا بدون راحة الحاجة كمان ممكن ممكن تفرق مع الراجل اللي يسلم في بداية فترة الإعداد بالذات ودي مهمة أنه كان لازم يكون قاوم الفنو موجود معاه إحنا مع الأسف طبعا المنتخب اختار اللعيبة الفريل الأول كابتن عادل والمنتخب اللومبي وده أثر علينا إسلام بصراحة لأنه كنا نتمنى نتمنى أنه إحنا المنتخب ممكن يستعين باللعيبة خلال اللي سبعين الجيين يكون الراجل ده فعلا تعرف بكل اللعيبة الراجل دعا بفترة الإعداد بتاعته المقاسة اللي تكلم عليها كابتن عادل عشان الراجل في الأول والآخر يقدر يحط طريقة اللعب والاستراتيجية المناسبة اللي هو شايفها اللي طاليك بالنادي الأهلي خلال الفترة طبعا راجل عنده طرق كتيرة جدا من اللعب راجل عنده حطت إيده على العالمية بالنسبة لطرق اللعب وهو طبعا هيختار الطريقة المناسبة وحنبدأ من بكرة مباراة بترجيت الطريقة المناسبة اللي هو شايفها اللي تناسب النادي الأهلي خلال هذه الفترة نعم فدي بدك من ضمن الحاجات اللي تحصل بالراجل بشكل كبير عايز أقول لك من لقطات اللي بتيجي من قناة النادي الأهلي اللي بتعرضوها إسلام واضح إن فين تعاش للعيبة اللعيبة منتعشة اللعبة فعلا قد اتفادت الراحة وفي تحدي معاش بمناسبة النقطة دي تحديدا عشان بس حضراتكم يبقوا عارفين كل الكلام ده يعني أنا ما شفتش كابت المرغير لما دخل ولكن لعبت كل راح يبقوا فاهمين إن أموكل أبقى تعبان أبقى مرهق أبقى كذا ولكن زهنيا الزهن صافي فعشان كده أقول نفس الكلام اللي أنا قلته في البداية إنه هو فريش نتحس إن اللعيبة يعني واخد يعني مش واخد راحيتها لكن مستريحة ذهنيا أكتر من وده بيبان على الوش أعتقد أكتر بيبان وكل اللقطات اللي أنتو حضراتكم معرضتوها بين قوي إن اللعبة واضح قوي الانضباط اللعبة حبة اللعبة عايزة اللعبة عندها تحدي السنة دي تحدي قوي جدا عايزين نفرح جمهرهم عايزين نفرح مؤسستهم الابتسامة يعني بص من ضمن اللقطات بص يا إسلام كلهم بتحكوا وده مؤشر جميل جدا بيبعثوا بيبعثوا اتسامة لجميل الابتسامة اللي بتقلوش إحنا إن شاء الله بذلك قادرين إن الابتسامة دي نرسمها علينا إحنا رقم واحد ثم عليكم إنتو رقم اتنين فدي من ضمن الحاجات اللي بتحسب للجاز الفني الجاز الفني اللي عنده ثقة إسلام بتنعكس بشكل كبير جدا على اللعبة وبعدين اللعبة كمان حاسة إن فيه شكل جديد كابتن عادل في التعامل في طريقة اللعب في طريقة التدريب في الحاجات اللي بتضاف إليهم أول مرة فالكلام ده كله طبعا مؤشر جميل جدا إن الموسم ده موسم قوي موسم يعني كلنا متفقلين من خلال إدارة النادي الأهلي من خلال الجهاز الفني مستر كولر وجهازه طبعا من خلال اللعبة من خلال الجماهير أعزو لك حاجة كمان يا إسلام خد بالك السامي أمصان وأنا طبعا بحي كابتن محضر الخطيب إنه هو عارف كابتن عادل السبات حتى في الأجهزة الفنية بتفرق بشكل كبير طبعا يعني الناس طلبت الفتر اللي فاتح لازم يوفيه تغيير في جهاز الفني في الأجهزة الإدارية لكن كيمة النادي الأهلي في الرجالة الموجودة اللي احنا بنصر فيهم سامي أمصان مع سيد عبد الحفيز ساعدوا الرجل بشكل كبير جدا إنه هو يساعدوه في كل الجوانب اللي بيطلبها بالنسبة لأسباق اللعيبة بالعرب والإنجليزي بالنسبة للمباراة اللي كانت موجودة قبل كده التحليل الفني حتى كمان رأيهم الفني في اللعيبة مين يقعد مين يمشي مين ممكن يطلع إعارة وأنا شايف أن الراجل كمان خلال الفترة دا فتت داية إن الكلام دا كله لقى يعني بشكل احترافي بشكل كبير يساعدوه خلال الفترة القادمة بإذن الله طيب كابتن عادل نروح بقى للمباراة الودية بشكل عام الأول كيف ينظر الموديل الفني لمثل هذه المباراة خصوصا من الواضح إن هي مباراة يعني أقل درجة لها مثلا بيتروجيت بكرة بعد كده مباراة أعلى درجة ومباراة تلت أعلى وأعلى وطبعا في الفترة ديت هو مركز جدا على الجانب البدني والاستشفائي وطبعا بيدي مرحلة اللي احنا بقى إنا مع حضرك فترة من طويلة كابتن مار بنطلب اليوم الكامل وعمل كده فعلا اليوم الكامل وبعدين الشغل التخصوصي فطبعا من خلال اليوم الكامل كابتن بيبتدي يعمل الشغل التخصوصي الشغل التخصوصي في المباراة دي أيوة بيطبق طب معلش يا كابتن قبل ما المباراة بقى بيقنا عليك فتحت الموضوع وحرك فعلا كنت أقلين على الموضوع ده من بدري اليوم الكامل يعني أنا كنت بقول دايما أنه بيشتغل الصبح بدني بعد الظهر أو يعني الظهر شوية بتبقى جيم مثلا وبالليل بيبقى التكتكس هل ده صحيح ولا هناك تغيير فيها دراق لا يا كابتن بيبقىش كده يعني أولا بيبقى فيه في فترة الصبح فيه جزء محتاج بدني وفيه جزء محتاج فني جزء لعبين جزء لعبين مش كلهم بياخدوا نفس الجرعة يعني يعني فيه اللي جايين من الأجازة مثلا بيبقوا أغدين بدني اللي بلعبوا الغاية آخر مرش بقادوا أجازة أقل اللي هم كانوا بيلعبوا مثلا في الماتشهات الأخرانية دول بياخدوا كما معين نتيجة نتيجة القياسات العضلة بتاعتك زي الكهرباء كهرباء بقى له فترة ما بيلعبش فتلاقي العضلات بتاعته بياخد بدني أكتر بياخد بدني أكتر وبعدين بقى الشغل التخصوصي أنا النهاردة الراجل الرأس الظاهير اللي يمين أنا عايز أعمله شغل التخصوص لما يوصل للثالث الأخراني يعمل إيه يعمل الكروس أو من الثالث يعمل الكروس مش لازم يوصل للراية يفضل يتمرن على دي مع رأس حربة يفضل يتكرر عدد كتير من المرات رأس الحربة بيشتغل الزعر القريبة على البعيدة الدربات السابتة دي كلها حاجات ممكن إلى جانب الجزء البدني بيدي جزء فني إلى جانب بعد ما بيخلص دي ممكن جدا بعد الظهر المديرين الفنيين اللي موجيين من أوروبا أو المداربين العاليين على قدر معين من الجودة بيبقى عندهم مرونة في التكتيك أنا بسمع إحنا أقول لك بيلعب أربعة أربعة أتنين الكلام ده مش مزبوط هاي أو بيلعب ثلاثة أربعة أتنين كل أوربعة واحد أربعة واحد الكلام ده المدير الفني الناجح بيضرب لعبته على هناك مرونة في أداء المباريات فمن خلال المباراة تسعين دقيقة ممكن يغير عن طريق البداية ثم عن طريق أول ربع ساعة عن طريق الأفتام التاني كل الأمور دي بتبقى في حسبان المدير الفني بحيث أنه بيغير الأنواع التكتيك من خلال الدكة الأعدة معه ومن خلال بداية التشكيل نعم بكرة هتلاقي ممكن جدا هيبدأ بتشكيل معين وبرضو لازم برضو العقبات برضو اللي هي زي ما قال كابتن ماهر العناصر اللي مش موجودة معاه برضو هيتطر أنه هو برضو يعني هي ميزة وعيب يعني أنا من وجهة نظري ولكن هي هنأخذ الميزة هنأخذ الميزة اللي هو واحد زي محمد محمود يعني يعني ياخد واحد زي حسام حسن ما كانش بياخد الراجل مقتنع بيه جدا وبعدين حاجة كمان يعني دايما بنقولها كابتن لما تلاقي مثلا واحد لاعب ويتكتب كده يعني بطريقة يعني فيها خبص شوية يقول لك النادي الأيل هيمشي فلان اللي بيكتبها ده عارف منين ان هو هيمشي علشان مجرد ان هو يحطم الولد علشان يمشي تبص تلاقي كل أندية مصر عايزة محمد محمود كل أندية مصر عايزة حسام حسن طب النادي قال لي مش فيه ازاي وكل الأندية دي عايزة النجم ده او الولد ده او اللاعب ده فطبعا من خلال ماتش بكرة اعتقد انه هيدى فرص للناس اللي كانتش بتلعب والناس اللي مقتنع بيها لانه واضح جدا انه الراجل ده عنده امانة وعنده حتة العيلة يعني لما يعمل اليوم الكامل وما يسافر هولندا ولا يسافر اوروبا ده معناها ايه معناها انه اولا الجانب الاداري والمالي انا هحافظ عليه انا ممكن اطلع بعدين لما قوام الفرق يبقى مكتمل انا بعد كده اطلع هتبص تلاقي ماتش بكرة اذا كان متزاع او مش متزاع الناس اللي هتتبع والناس اللي هتشوف لأ ومش متزاع هتبص هتلاقي بيلعب اكتر من من تشكيل وكل الناس اعتقد هتاخد جرعات معينة من الماتشات بحيس انه شغل مختلف تماما عن الفترة الاخرانية في اداء اللاعبين التكتيكي كابتن ماهر كيف يستفيد المدير الفني من او كيف ينظر المدير الفني للمباريات الودي هو اليوم الكامل اسلام خد بالك بيعالك فيه حاجات كتير جدا يعني هو فرج على معظم مباريات النادي الاهلي السابق فالمباريات النادي الاهلي اللاعب او المجموعة للعبات الاخيرة في الفترة اللي فاتت كان واضحا ان فيه كسور دفاعية في مشاكل في الدفاع من ناحية الفردية او من ناحية الجماعية من ناحية العمك من ناحية الرقابة من ناحية التمركز من ناحية الضغط فالحاجات دي اليوم الكامل يقدر يعالج هالك اسلام بشكل كبير جدا فرصة انك انت ممكن تقدر تعمل مثلا ايام احنا مثلا ايام هدوكوتي ومستر كولوتشاي كان بيعملوا يا اسلام من تمانية التجامع ساعة سبعة او سبعة ونص وبعدين من تمانية لتسعة المدافعين مع الاتنين اللي هاو في الدفندر شغل دفاعي اذا كان فردي او جماعي السغرات اللي بتحصل في المباراة بنحاول نشتغل عليها ونعالجها من تسعة لعشرة الصبح بيبقى نص الملعب الهجومي مع المهاجمين زي ما كابتان عادل الجملة نشتغل عليها ونشوف تأثيرها ايه على المرمى بعد كده بعد الظهر بيبقى الكورة بقى والحاجات المهارية والتأسيمات الصغيرة والتأسيمات الجماعية المباراة انا متأكد ان الرجل ده في المباراة حيبدأ يفكر في انه يثبت تثبيت الفريق حتى لو مش معه مجموعة حتى لو مش معه مجموعة يعني على اساس حتى المجموعة لما تيجي تبقى عارفة الرجل في دماغه ايه وفي استراتيجته ايه من خلال حتى المباراة الحبائية ايه بكرة حتلاقي حتلاقي في حاجات فيها اللي اشتغلوا عليها اللي احنا اتكلمنا عليها يعني حتلاقي فيه دفاع منظم صغرات وليلة حتلاقي مثلا ربط بين خط الظهر ورص الملعب حتلاقي جملة بالنسبة للمهاجمين الحتة القدامينية حنشوف بكرة حنلاقي جملة معمولة اذا كانت من على الاطراف او من العمق او حاجة ثابتة والجملة دي بتتقرر اسلام نعم وبتحاول بقى ايه انك تتنفذ من خلالها يعني اللي اتدربت عليه او اللي اتعلمت عليه فاكيد الرجل ده بخبرته حنلاقي بكرة فيه شكل فيه شكل يبدأ يطمئن جمهير النادي الاهلي ومنظومة الكرة في النادي الاهلي ان النادي الاهلي ان شاء الله قادم والنادي الاهلي قادر من خلال الموبرات الحبية ان يتنقل الموبرات المتوسطة الفوء المتوسط للموبرات الجيدة ثم بعد كده ان شاء الله فاول بطولة لنا او اول انطلاق لنا هتحس بفرق كبير جدا عن الفترة اللي فاتت تعيب الصفقات الجديدة ثلاث صفقات تم الاعلان عنها شادي حسين مصطفى ميسي او مصطفى سعد ثم برونو سافيو ايه رأي حضرتك الاول في الصفقات وهل من الممكن ان نرى هذه الصفقات غدا في هذه المباراة او نسمع ان هم لعبوا يعني هو بالنسبة لسافيو مع تاكتش لانه هو واخر راحة وبالنسبة لمصطفى لو سليم طيب او يعني لو حي مش محتاج الراحة لو مش محتاج الراحة كان اكيد هيشوفه في احد المراكز اللي هو بيجدها اوكي يعني بلعب على الطرفين وبلعب صانع لعب اوه اذا مش واخد الراحة اعتقد انه ممكن يديره على الاقل هفتايم لانه هو برضو جاي من مباراة جاي لعب سبع مباراة مظبوط فواضح جدا انه هو هيبقى فت عن اللعيبة الموجودة من نسبة لشادي ممكن جدا برضو ياخد يديره هفتايم ويدي له حسام هفتايم ممكن جدا وممكن شريف ويبقى ويبقى شادي بيجربه كطرف كطرف شمال زي ما هو بيقدي الصفقات طبعا طبعا كلها صفقات واحد مستقبل مصطفى انما شادي و بلو الراجل البرازيل لصفقتين جايدين لكن انا من ذاقي ان احنا محتاجين برضو بعض الصفقات القوية وبرضو من خلال حضرتك لابد ان احنا كجمهور نادل الاهلي وكمحبين لنادل الاهلي وكأولاد النادل الاهلي ونبقى باستمرار بنبقى حارسين جدا على النادل الاهلي ونبقى كل مباراة بنبقى قاعدين في يعني في منتهى التركيز علشان فرقاتنا تكسب لابد يبقى بعض العناصر اللي موجودة في الفريق الاول وبقالها دلوقتي ثلاث سنين ما اخدتش راحة في البعض ما اخدوش فترة راحة خالص اللاعبة بتاعتنا اخدو شهرة لا انا اصد على الثلاث سنين قبل الفترة اللي فاتت اه اوكي الثلاث سنين ما كانوش واخدين فترة راحة مظبوط لا مظبوط فبيعاني فبيعاني السنة اللي فاتت كان في بعض الناس ما كانتش بتؤدي تزبوط انا مش عايز لحضرتك ولا كابتن مهر ولا انا ان احنا هنبني ان انا مثلا فيه سيم من اللاعبين كان بيديني من ثلاث سنين تسعة من عشر بعد الثلاث سنين هيديني تسعة من عشر لا انا بقول لا لابد يبقى فيه بديل عدكة قوي جدا علشان انا لن اعاني تاني مرة تانية انا محتاج برضو بعض الاماكن سواء محلية او افريقية وبتمنى يبقى فيه في خط الظهر قلب دفاع سوى حدركة برضو قبل كده انا مرة من المرات في استضافة حضرتك معنا يعني انا يمكن اتكلمنا مع حضرتك وقلتلي ان انت محتاجت في كل مكان او المدير الفني بقي محتاجت في كل مكان ثلاث لعبين ثلاث لعبين يكونوا قريبين فاحنا غالبا بنسبة سبعة وتسعين في المية عندنا دلوقتي عندنا تقريبا في كل مكان ثلاث لعبين افضل يعني كويسين الثلاثة كويسين يعني لما جدا نبص ناحية راس المرمى تمام معروفين ناحية اللي هو شناوي شوبير علي لطفي حمزة خلاص بالنسبة للباك اللي مين هتلاقي فيه ثلاث لعبين اكرم هاني كريم فؤاد ناحية الشمال علي كريم فؤاد ممكن يلعب ناحية الشمال وكوك احمد حسن كوك بلعب كليفت ايمان اشرف ممكن يلعب كليفت بعد رجوع محمد مغربي من تشيك محمد مغربي وياسر ابراهيم ورامي ربيع ويعني لو جينا نتكلم هنلاقي في كل مكان انت عندك فوق من على الاقل اتنين لعيبة في مستوى جيد وده اللي اللي بقول لحضراتك ان انا اصلاح لك انا فاكر ان برضو من ثلاث شهور يعني في النهاية الدوري السنة اللي فاتت اللي خسرنادة حضرتك قلت هذا الكلام قلت انت محتاج في كل لعيب او في كل مركز ثلاث لعب احنا دلوقتي تقريبا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بيتحقق بنسب كبيرة جدا علشان كده انا من رأيي ان احنا لسه لازلنا محتاجين ثلاث صفقات قلب دفاع محتاجين واحد في وسط الملعب مع ديانج مع عمر مع فتحي محتاجين درس حربة ثلاث صفقات دول هيبقوا مهمين جدا واذا كان هناك حد على الطرف لان احنا الحقيقة انا لما بقيس اللعيبة اللي انا بحتاجها ما بقيسهاش على الدور المحل يا كابتن انا بقيس على كاس عالم اندية وبقيس على بطولة افريقيا لما اروح لعب ترجي اروح لعب الوداد اروح لعب الفرق القوية ساندونز الفرق دي اللعيب اللي هيبقاعد بديل عندي او اللي انا محتاج له هيبقى محتاج واحد من النوعيات اللي انا وانا بقدي ما تبقاش المباراة فيها صعوبة بالنسبة لي علشان كده محتاجين قلب دفاع محتاجين راس حربة في وسط الملعب احنا عندنا صحيح عدد يعني لما يخش محمود ويخش اكرم ممكن اكرم برضو تلعبه في اكرم وكوكة وكوكة ممكن تلعبه بس برضو انا دايما دايما طموحي يا كابتن دايما طموحي ان انا لما بقيس المستوى بتاعي بقيسه مع ريال مدريد اللي انا بنافسه بقيسه مع الهلال الهلال السعودي ابقى رايح وانا حضرت رجل على الرجل وانا بقدي ولادي ولعبتي والكوماندس بتوعي انا ببقى في مركز قوي بحيث ان انا النوعية بتاعت تبقى على المستوى اللي خليني بقى مطمئن جدا وانا طالع رايح في مشوار مهم جدا بقى واخد كل المقونة بتاعتي على اعلى مستوى بحيث ان انا متأسرش مع اي حد وكل الماتشات اللي جاية في المستوى المحلي او الافريقي مهما كانت تجاوز في التحكيم في الادارة في بحيث ان اعلى مستوى المساندة لا هيبقى بمطمئن حتى لو الراجل ما حسب ليش جول ما تدليش بنالتي هقدر اننا عوض كابتن مهر برضو نتكلم عن الصفقات ودورهم في المباريات القادمة يعني الصفقات هذه كانت المحلية او العالمية فانا شايف ان اختيار جيد جدا اسلام لعيبة بقيمة النادي الاهلي بشخصية النادي الاهلي لعيبة مبشرة الراجل البرازيلي وردك من القرى البرازيلية المميزة اللي احنا بنشوفها من ناحة المهارة من ناحة الاختراق من ناحة التصويب من ناحة احراز الاهداف ع quiser اقولك اسلام لو نرجع كده السنة اللي فاتت احنا لعب للنادي الاهلي اربعين لعيب تلاتين من الأساسين اللي موجودين أو المقيدين وعشرة من ولادنا للشباب عندنا ما شاء الله عندنا زي ما أنت قلت فلو عمدنا خريطة كده زي ما أنت قلت لكل مكان حرص المرمى ثلاث لعيبة الباكريت حيبها ثلاث لعيبة الاتنين المساكين حيبوا حوالي خمس لعيبة الباكليفت حيبها حوالي ثلاث لعيبة يمكن فيه نقص بالنسبة لنص الملعب اللي احنا ممكن محتاجين فيه زي ما كانت نعادل قال لعيب محتاجين برضا في الحتة لدى منيك راس حربة راس حربة إسلام احنا بحتاجين بقى بكريمة النادي الأحلي محتاجين راس حربة للي احنا بنشوفها مع حضرتك الجميع اللي هم أقوية اللي تعرف اللعب على فرق ولكن قد تكون طريقة اللعب يعني مثلا أنا شفت مثلا يعني لعب النادي القسطن أموتو مثلا ده ممكن ده راس حربة كويس لكن ممكن هكابت الهاب جلال مش عايزه طريقة لعبه مش ماشية مع هم جلال وهو قرائب بالاتحاد يعني وسطن أموتو أنا مش بتكلم عليا شاني أقول لك جلال لا لا يعني كوني هو قرائب الاتحاد على ذكر الحديث يعني يعني عشاني لست كنت بقرى الحاجات دي من شوية بقرى بنقرى المعلومة دي يعني من شوية لكن أقصد أن يعني ممكن لا يكون يتناسب مع طريقة اللعب انت عندك حسام حسن عندك محمد شريف عندك شادي التلاتة ممكن يكون سافيو ده ممكن يلعب رأس حربه وبالتالي انت ممكن جدا يكون هناك طريقة لعب احنا لست مشوفنا هاش دي ما نتكلم لا تتناسب مع ان انت تجيب حد بالشكل أو هو عايز كده فعلا يعني بدك من ضمن الحاجات اللي احنا سمعناها انهو طلب حاجة زي كده عايز مهاجم مهاجم يكون يعني تارجت بالضبط احنا ميجي بجوال اسست واحدة دواحب بيلعب دماغه بيلعب رجل الاتنين فزي ما انت قلت اسلام هو برضك بخبرته وامكانياته ممكن يوظف لنا ولاد من التلاتة اللي احنا ذكرناهم نعم اه ممكن كمان يقدر في خلال فترة المباراة الحبية دي انهو يكتشف انهو يقدر فعلا يغير من شكل واداء وسقطه في ولاده اللي موجودين لان المكان ده اسلام زي زي مكان مثلا قلبي الدفاع من اخطر الاماكن اللي موجودة في الملعب اللي عم بيع عليها سترس وضغط كبير جدا خصونا كمان ان احنا بدنا نعب في خمس بطولات فانت محتاج محتاج لعيبة تكون في الفترة اللي فاتت جاهزة خصونا اسلام ان احنا كانت مشكلتنا خد بالك في العمق الهجومي يعني احنا في اخر مثلا مع ريكاردو في اخر خبس 6 مباراة الحالة الدفاعية تزبطت بشكل كبير نص الملعب طبعا احنا اقوى نص الملعب موجود في اسيا وافريقيا وفي الشكل الاوسط بصراح ديانج وسولية وحمد فاتح الحتة القدامانية كانت من على الاسف احنا عدنا سنتين بنعاني من احراز الاهداف بنعاني من العمق الدفاع احراز الاهداف فالنهاردة احنا طبعا متبشرين خير في الرجل ده لان الرجل ده بخبرته ونطجه اكيد عنده المفاتيح اللي تقدر نختارك بها التكتلات اللي هو هيشوفها نعم هو مليون في المية طبعا كل المورات اللي احنا بتقابلنا كلها تكتلات دفاعية فالنهاردة دور مستر كولر ان ازاي ان انا افق الشفرة دي وافق التكتلات دي بالطرق اللي ذكر عليها كابتن عادل اللي ذكرها باي طريق ما لكن ده الاحساس اللي هنبدأ نحسه من بقرة في المورات بيت رجيت لا ان فعلا النادي الاهلي يقدر يضغط من قدام النادي الاهلي يقدر يخلص في اول تلت ساعة ونصف ساعة ولو تفتكر كده اسلام دي اللي كنا بنطالب بيها احنا كنا مباراة كابتن عادل كنا بنتكلب بنقول لولادنا من خلال بنامجنا الجميل البيت الكبير وخلال اسلام وكنا بنطالب يا كابتن عادل ان لعبتنا لازم نرجع لعهدنا بتاع زمان ان احنا نخلص المباراة في اول تلت ساعة في اول نصف ساعة الضغط اللي على الخصن اللي بيغلطوا ونقدر نجيب جول ونقدر نجيب جوليل الدنيا بقلاص بتفك معانا بشكل بير فانا متأكد ان الراجل ده من ضمن الاستراتيجية اللي هو جاي من خلالها وحططف الحزبان ان هو حيبقى عنده وهو ما بيقولوا بردك من ضمن شخصيته ان هو بيحب الضغط ويحب اللعب الهجومي على الخصن من قدام فانا شايف ان فعلا الفترة اللي جاية احنا محتاجين فطور اللعب حاجة زي كده وزي ما ذكر الكابتن عادل احنا محتاجين ثلاث لعيبة في خلال الفترة دي اذا تواجدوا كان بها ما تواجدوش البركة في اللي موجود ان شاء الله طيب كابتن عادل خلينا اخد حضرتك لمنطقة اخرى منتخبنا الوطني وروي فيتوريا روي فيتوريا اعتقد من الموديلين الفنين الاكفاء اللي له اسم جيد استطاع اتعاد كرة القدم ان يتعاقد معاه يعني قال التصريح كان غريب شوية ولكن تم نفي هذا التصريح النهاردة من خلال عندنا من خلال البيت الكبير الحقيقة وبالتالي الراجل ماشي بخطة جيدة نفس الامور اللي بتحصل في النادي الاهلي بتحصل هناك ان هو بيجمع بيحاول يجمع اللعيب النهاردة شفنا المحترفين ومبارح بيتوافدوا على التواجد مع مجموعة المحترفين داخل مصر وبالتالي من الممكن ان وبدأ معهم فترة اعداد اذا عندنا مباراتين سواء ليباريا او النيجر مباراتين وديتين مهمين يستطيع منهم فيتوريا ان ينظر ايضا على منتخبنا الوطن خلال هذه الفترة ما رأي حضرتك في قائمة المنتخب ده اولا وبرضو المطشين الوديه او طبعا القائمة ومختارها اعتقد ما فيش عليها اي غبار لانه هو طبعا هو جيه فترة ما كانش كانت دوري في الاواخر وكانت النادي الاهلي ما كانش يعني كل اللي عبت وكانت في فترة راحة انا باعتقد انه كان لنا برضو شوائد يعني كان ملاحظة كده كابتين انه انا مدير الفاني للاتحاد كرة في مصر انا اول ارتباط ليا هيبقى في مارس فانا جايب ستة مساعدين معايا الى جانب العنصر المصري اللي اضاف انا بشوف ان انا كمنتخب مصر العدد مبالغ فيه جدا لان انا الشغل بتاعي هيبقى على فترات متبعدة وفترات قليلة فانا ان انا بقى موجود معايا ستة وجانب الجانب الاختيار الاخير المدرب المصري اللي اختير انا بشوف انه هيبقى يعني يعني عنصر مكلف جدا والدواعي بتاعته ما هياش يعني زاد قيمة يعني الحاجة التانية هي فترة الاعداد يعني هو بقاله في المعسكر اظن اربع خمس ايام ازبوع تعريبا يعني فترة الاعداد عمرها بتبقى في الفترة دي بتبقى فترة اكبر طبعا اكبر شوية والدليل على كده انه يعني اخد لعيبة وخرج يعني خد شادي و ما عرفش استبعده ليه هل دي يعني جوانب فنية او حاجة يعني انت اخدته بناء على ايه ومشيته بناء على ايه الحاجة التانية انه ما تقلوش السلية كما انك تنقل والسلية وفي في عناصر وشريف ومحمد مجدي في برضو حاجة ما تقلوش وهي انها دي ممكن انها تأثر على وديل لانا ما اتمنهاش انها تأثر على الجمهور ان هناك كان عنصر المصري اللي دخل في الجهاز كان ليه تصريحات موسيقى للنادر الاهلي يعني بكسافة يعني اكتر من مرة في برامج تلفزيونية وده بيعني عكس على الجمهور ما فيه شك ان الجمهور الاهلي هيبقى هيبقى متدايق من التصريحات دي ثم انضمامه المنتخب هل هو على علم بالحاجة دي ولا لا لابد ان انا وانا في جهاز باسم ومكانة مصر لابد ان اعرف العنصر اللي هينضم لي ايه خلفياته وايه تصريحاته وايه اللي ممكن يقصر على المنتخب بالسلب فدي كلها حاجات اعتقد انها ما كنتش اتمنى انها تبقى موجودة لكن ما فيه شك ان احنا بنتمنى من منتخب مصر كل النجاح الماتشين دول برضو هنشوف اداءه ايه تفكيره ايه التشكيل بيبدأ ازاي وبينتهي ازاي هل التشكيل هيبقى نفس التشكيل اللي كان بيقدي به قبل كده نعم هل في عمليات التغيير كل الامور دي هدبان من يوم 23 في اول مباراة التصريحات طبعا هو نفاها اه نفاها من شوية كس عالم وافريقيا ما ليش دعوا بيها لكن ما ليش دعوا بهم لوه ايه غريب جدا لكن الحقيقة تم نفيه تماما يعني كل الاستاذ محمد مراد الاستاذ محمد ألائي الاستاذ ياسر عبدالعزيز ثلاثة المنصقين كلموني قالوا لي ما حصلش وبعتوا لي الترجمة الحاجة التانية المهمة كابتن بالنسبة نرجع معلش للجهاز النادر الآلي الرجل المعد بتاع النادر الآلي الرجل التونسي بحكم الجنسية بتاعته جايب سبع مباريات للفريق التونسي اللي احنا نقابله علشان يعرض على سبع مباريات بحيث ان هو يشوف كل المباريات ويشوف اماكن القوة والضعف بحيث ان هو وانت رايح تلعب مباراة مهمة في البداية يبقى عندك الخلفية الكاملة على الموضوع دائع كابتن ميل رأي يا حدرك برضو في قائمة المنتخب وفي مباراتين الوديتين احنا تفقادنا بعد كروش والعدالة والاختيار والباب مفتوح للعيبة اللي بتكتهد يا اسلام من نفس المنتخب بصراحة يعني انا شايف ان مدير الفني الجديد ماشي بنفس الخطوات يعني مدرسة قريبة برضك ان هو بيدي فرصة للعيبة اللي بتكتهد اللي هي كانت مميزة في الدور العام العام الماضي والعام اللي قبل الماضي وده بيدي ثقة طبعا للعيبة نقية خلال الفترة جاية طبعا بالنسبة للمباردين المنتخب وسام على صدر كل اللعب ان هو يمثل منتخبنا القومي لكن عايز اقولك حاجة اسلام برضك احنا محتاجين عناصر الخبرة يعني اللعيبة المحترفين اللي موجودين ايو يقدروا يتقلون بشكل كبير جدا لان انا شايف كل الاختيارات معظمها اول مرة يعني معظمها اول مرة بتمثل من متخبنا القومي ومحتاجة وقت محتاجة استقل فطبعا كنت عدى عليك بقى ما فيشغل في شهر اتنين ثلاثة كمان اول ارتباط مارس اول ارتباط رسمي بالتالي تقدر يعني يعني تقدر تشوف وعده ثلاث مراحل في تكوين الفريق اتمنى ان الخبرة تكون العدد يكون اكتر اكتر شوية مع اللعيب الوسط اللي هم المميزين بالمجود مع الشباب اذا كان فيه تطعيم اذا كان تطعيم من بعض الشباب طبعا مباراة التجربية حدبان حدبان احنا يعني سياستو بالنسبة لطرق اللعب اللي حلعب بيها الاستراتيجية اللي حيشتغل من خلالها عاز اقولك ان فيه تنصيق واضح او طبعا مع مدرب الندر اهل مستر كولر واضح ان فيه تنصيق بشكل كبير جدا كمان مع مدرب المنتخب اللومبي وده يهمنا جدا لانه ممكن انه بفيه توحيد للطريقة اسلام وده احنا بنتمنى في القرى الحديث ان يبقى الاندية تحاول تساعد المدير الفني للمنتخب ان هي على القد ما تقدر تلعب بطريقة اللعب اللي هو بيلعب بيها عشان اللعب لما بروح للمنتخب اسلام مش من اول جديد كابتن عاد اللي يبدأ يشتغل معاه ويبدأ يحفظه لما يبقى جاي جاهز بتفرق بشك كبير يعني شغل المنتخبات اسلام غير النادي طبعا المنتخبات بيعتبر على التاكتك بس لكن النادي بيعتمد على جميع العناصر اذا كانت المهارية البدنية التاكتكية فنتمنى نتمنى يبقى فيه تنصيق بين طبعا ثلاث مدربين الاجانب اللي موجودين ومعظم المدربين اللي موجودين في المساستة الاخرى حشان نقدر نرتقي طبعا بمتخبنا القومي خلال الفترة جاية لكن عايز اقولك اسلام لازم التعاقد ان لازم نقول للرجل ده ان احنا محتاجين البطولة العربية احنا محتاجين كاس الأمة الفرقية احنا محتاجين نراكاس العالم لازم من ضمن التعاقد يا كابتن عادل ان الرجل يبقى جاي فيه اهداف محتوطة من الاتحاد من الاتحاد مش هو محتوط في العقد اه من الاتحاد يسلاب مش هو انا حطه لقوله كيمة مصر دلوقتي كيمة كبيرة جدا. وكمة منتخب مصر كيمة كبيرة جدا. احنا بنشارك في ثلاث بطولات. البطولة العربية بنشارك فيها دلوقتي. خلاص رجوعها طبعا من أخوة العرب. فنتمنى طبعا أن احنا ناخد البطولة. دي من ضمن الحاجات اللي لازم تكون موجودة. بالنسبة كاسة أم أفريقية. احنا مش أقل من الفرق اللي احنا شفناها. لازم برضك نحارب على كاسة أم أفريقية. بالنسبة لكاسة العالم. ده طبعا يعني مطلب جماهيري كبير جدا. ان احنا مصر بكمتها. لازم تروح كاسة العالم في كل دورة. اخيرا يا كابتال عادل. حابت تقول لك كلها حاجة. بقول له أهلا وسهلا بك في بلدك. التاني مصر. واضح أن انت قريب جدا دخلت قلوب كل الأهلوية. بطريقتك وإتقانك وتوضعك. منعكاس أدائك على وجوه اللاعبة. اللاعبة كلها إلى جانب الجهد البدن القوي اللي بيعملوه. خلال اليوم الكامل. واضح أن اللاعبة فيه نوع من البهجة. وده ما بينعكسي إلا على إذا كان المدير الفني بيدل انطبا ده إلى جانب الجدية. اللي هو بيتمتع بيها. في جدية وفي حب. زي الأب بالضبط. في جدية وفي نفس الوقت أنا بخاف من أبويا. بس في نفس الوقت أنا بحبه جدا. طبعا. وده الحتة دي وصلة. وبعدين واضح أنه بيدل كل الناس حقوقها. ومد لكل واحد الفرصة أنه هي بيشوفه. أنه يعني في مكان ثقة كاملة فيه وفي إمكانياته. فبنقول له يعني إحنا في ظهرك. وكلنا بين إنساندك. المساندة الأولانية من ربينا سبحانه وتعالى. أنك أنت جاي علشان تسعد تسعين مليون أهلاوي. لابد لازم بوقفين في ظهرك. لأن البدايات بتاعتك مبشرة بالخير. البدايات التي أنت تدد بها. واضح جدا أن أنت راجل جاي مفعم بالحيوية والنشاط. وعايز تعمل حاجة. وفيه نضج. وفيه إتقان في العمل. فكلنا إن شاء الله بإذن الله هنبقى في ظهرك ومعاك. ربنا يوفقك. وإن شاء الله من نجاح لنجاح بإذن الله تعالى. كابتن ميه. أقول لكلها الحمدل على السلامة. اختيار جيد بالنسبة لمجلس إدارة النادى الأهل. بيقدر كابتن محمود الخطيب. المساندة التي سيتقابل بها مستر كولر بالنسبة لمجلس الإدارة. طبعا المساندة الجمهرية التي سيقابلها كابتن عادل قال. من أقوى الجمهير الموجودة في العالم العربي والعالم الأفريقي. عاز أقول لك يعني يبختك ويهناك ويساعدك أنك أنت بتشتغل في نادي بقيمة النادي الأهلي. النادي الأهلي يقدر يصنع لك تاريخ. أنت ممكن ما تتخيلوش. أنا شايف أن الرجل ده بالجدية اللي هو موجود عليه والثقة المتبدل بينه بين المنظومة وبينه بين اللعيبة وبينه بين جمهير النادي الأهلي. أنا شايف أن الرجل ده يعني حيعود لنا ملوش تزيل لمرة تانية. أنا شايف أن الرجل ده ممكن خلال سبع سنين اللي جايين دول يعمل لنا تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي ومع هؤلاء اللعيبة. شكرا جزيلا لكابتن عادل على وجودك معنا النهاردة. شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكابتن مال على وجودك معنا النهاردة. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نلتقي مع أحمد الحنفي وأحمد إيشو وكلام مهم آخر ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أزاي المشاهدين. خلوني أراحب بدوفي في هذه الفقرة. أحمد الحنفي. إزاكا بحمد. إزاكا بحمد. كله تمام؟ أيضا أحمد إيشو. إزاكا بحمد. أحمد وأحمد وأبو حمد. وهيس. أخبارك كله كويس؟ الحمد لله. طيب. خليني أبدأ معك أحمد الأول. وقل لي رأيك فيما يحدث داخل النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة من اختيار مدير فني واختيار بعض الصفقات وعودة بعض اللاعبين من الأجازة. أعتقد أمور بتدعو للتفاعل بالنسبالي. شو بقى رأيكم؟ الوضع فعلا فيه تفاعل كبير. تم اختيار مستر كولر كمدير فني للنادي الأهلي. مستر كولر عنده أعوامل النجاح. مستر كولر لو هنلخص الموضوع بالنسبالي هيكون متلخص بالنسبالنا في ثلاث حاجات. أول حاجة أن مستر كولر المدرب صاحب سيفي قوي سيفي جاي جدا قدر في كل المحطات التدريبية اللي هو ياخدها في مسيرته أنه يحقق بطولات كتير حقق أربع بطولات في مسيرته وأعلن عن نفسه كمدرب واعد مع كولن ثم صعد ببخم من الدوري الألماني الدرجة الثانية للدوري الدرجة الأولى وأقدم معهم مستوى جاي جدا ثم انتقل لليفل أعلى شوية مع منتخب النمسا تولى تدريبهم في 2011 لحد 2017 وقدر يقدم معهم فترة جيدة جدا من خلالها أقدم مباراة هيلة في تصفيات يورو 2016 وبرضه أقدم يورو 2016 فهو كسيفي كمشوار تدريبي جاي جدا والأهم في الموضوع دوت أنه أقدر في كل المراحل التدريبية اللي هو ياخدها أن يحقق فيها بطولات فدي نقطة مهمة بيدور عليها النادي الأهلي أنه أكون عندي مدرب واخد على ضغط البطولات واخد دايما أنه هو بيلعب في ليفل معين أنه دايما مطلوب بإني يحقق بطولات وقدر برضو أنه بعدما ساب النمسا يحقق مع بازل السويسري كاس سويسرا في ناس كتير بيقولون ما حققش الدور السويسري مع بازل ولكن الراجل فعلا راح بازل في 2017 في 2017 كان الفريق إلى حد ما الجليز ذهبي بتاع بازل اللي حقق ثلاثة دورة أو ربعة كان خلاص بيخلص فالراجل قدر يحقق معهم كاس سويسرا تاني نقطة وجزئية مهمة جدا أن ميستر كولر عنده ميزة هيلة جدا وهي قدرته على تطوير اللعيبة الشباب ميستر كولر مع كولر قدر أنه يطور لعيبة كتير من ضمنهم أسطورة منتخب ألمانيا بودوليسكي وكان في الحقيقة مع كولر بيقدم مستهيل برضو مع منتخب النمسا ديفيد ألبا ومجموعة من النجوم كتيرة جدا قدر أنه يطورهم حتى كاسبر المتخصص في شؤون الكرة النمسا وهي يتكلم عن الجزئية دي تحديدا في كولر وقال أن الراجل بيتعامل مع اللعبة جوه غرفة خلع الملابس كأنه هو مدرب لكل لعب على حدة فهو أشات في حتة التميز في قدارة اللعبين وقدارة غرفة خلع الملابس وده هيدل أنه هو مدرب صاحب شخصية قوية وده اللي بيدور عليه النادي الأهلي جزئية تالتة مهمة جدا أن الراجل قادر أنه هو في بعض الأحيان يحتوي الموضوع بشكل هيل وبشخصيته القوية أنه يحتوي الموضوع بشكل كبير جدا فكولر مع مقاومات النجاح مدرب قادر أنه حق بطولات كتير في مسارته التدريبية مدرب قادر أنه هو يتحكم في غرفة خلع الملابس في كل المحطات اللي عادة بيها بشهادة كل المحطات اللي عادة بيها والراجل برضو بيقادر على تطوير اللعيبة الشباب وده اللي بيدور على النادي الأهلي لأنه الأهلي بدأ ده من الموسم اللي فات أنه يدي لعيبة شباب كتير وقايمة النادي الأهلي متواجد فيها عدد كبير من الشباب مثل محمد أشرف وزياد وفخري ولعيبة كتير شباب فهو دي جزئية مهمة جدا فكولر امتداد للأهلي بدأوا الموسم السابق في فكرة أنه أنا بعتمد على الشباب فأنا عايز مدرب يطور الشباب دي مدرب يتحكم في غرفة خلع الملابس مدرب عنده قدرة أنه هو يتعامل مع فريق بيعيش ضغط البطولات أبدأ من حيث انتهى صديقي أحمد هو النادي الأهلي قبل كده في تجربة سوارش ما كانش أحسن حاجة جبته في نهاية موسم كان الموسم يعني الأهلي أصلا أخد قرار بنجني سماره إن شاء الله ونجني سماره في الموسم ده لأنه أنت ريحت اللعيبة اللعي بقى مثلا شهر ونص مريحة وبدأت ترجع تاني لمعسكر إعداد وتدريب يومي اللعيبة أصلا ممكن نقول جعانة بقى كورة تاني مع مدير فن جديد تجربة بصراحة أنا مستمشر بيها جدا الراجل كسي فيه هو سي فيه جيد الراجل عنده خبرة أدار مقدة ست سنين لفترة مش قليلة لمنتخب النمسا ووصب بيهم للتصنيف العاشر أعلى تصنيف لهم في تاريخهم في التصنيف التحدي الدولي فيفا في 2015 فنحن نتكلم أنه هو سي فيه مميز جدا الراجل عنده يعني بقى له فينا سنتين مرتاح معده عنده شوق كده للملاعب وواضح جدا أنه هو شخصيته اجتماعية على عكس مثلا سويسري آخر جنة ده هو ريني فييلر مكان متصور أن الحفاوة المصرية وأن الناس بتشوفه هو نجم من اليوم الأول في النادي الأهلي هو شاف أن المحد يشوفه تصار معاه ده شيء وقت حمل خصيته ده بالنسبة لفايلر لكن الراجل مارسل كولر في الجمهور نادي الأهلي وأنه من قبل لما أصلا ما يحط رجله في الماتش ماتش أساسي ماتش رسمي للنادي الأهلي بيشوف مدى الجماهرية للنادي أهلي فراجل يعني أول تصريح قاله أنه هو بيعد جمهور الأهلي بالنتائج هو بيدور على الفوز وده تصريح على عكس التصريح اللي قاله وابد كده سوارش أنه هو بيتكلم فيه فوز وأداء فطبعا الراجل ده راجل أقلاني عنده خبرة فإن شاء الله في المقام الأول ندور على الفوز ندور على البطولات وتيجي بعد كده وتيجي خلال المشار الدوري لمصر إن شاء الله ودورة بطولة أفريقا إن شاء الله طبعا تبدأ أول مباراة رسمية له ودي سبحان الله مفارقة أنها بردو كانت أول بطولة رسمية أو مباراة رسمية لرينيفايلر كانت بردو بدور الـ 32 فإن شاء الله تبقى مفارقة جيدة بعدها سوبر بردو بعدها سوبر بالزبط فهي مفارقة كانت كويسة جدا وما زعيش وجاعدين نزيع المشار طيب خلقوا لصفقات الأهلي بقى يا حرفي الأهلي الحديد دلوقتي يا كابتن في المركات وماشي بشكل جيد دعم في مركز الجناح ببرونو سافيو دعم في مركز المهاجم بشادي حسين دعم في مركز الجناح برضو اليمين وخط وسط اليمين بمصطفى سعد الأهلي عجبني في فكرة برونو سافيو تحديدا أنا هتكلم عليه بشكل مفصل شوية لأن برونو سافيو أنا شايف أنه عليه ضغط كبير من بعض الناس أن الناس شايفين أن أنت رايح تجيب لها من الدور البوليفي ده ليفل تاني ده ليفل أقل من الدور المصري ده ده وده مش حقيقي العالم كله مش بيبص في التعاقدات للجزئية دي دلوقتي ريال مدريد راح جاب فينيسيو الجونيور من فلمانجو ريال مدريد راح جاب من الدور البرازيلي قفارة بتاع نابولي اللي قصر الدنيا في ماتش ليفربول والناس كلها معجبة به جاي من الدور الجورجيني العالم كله دلوقتي بيعتمد على فريق سكاوتينج أنا بشوف لعب موجود فيه مش مهم المهم من اللعب ده هيصد لي حاجاتي الفنية اللعب ده هيتناسب معايا والفكرة بقى كلها فت أقلم هل برونو سافيو هقدر يتأقلم هي دي الجزئية برونو سافيو كفنيا هو هيضيف للنادي الأهل كتير هدف الدور البوليفي لعب متنوع بيلعب في أكتر من مركز بيلعب كجناح يمين وكمهاجم ودول في آخر فترة مع بوليفار تقلق فيه مسجل 16 هدف الموسم اللي فات برضو نفس الكلام بينطبق على شادي حسين شادي حسين معجب جدا بالصفقة دي أنا بشب شادي حسين بجده هو لاب 9 ونص هجام بيلعب بشكل جيد قوي تحت المهاجم بيلعب بشكل جيد هدف الفينيش بتاعها جيد جدا وهينفع مع كولر جدا كولر بيعتمد في أوقات كتير على الكرة الطولية والكرة الثانية وشادي حسين مميز فيها جدا شادي حسين مهاجم محطة بيعرف يستلم تحت ضغط بيعرف يتعامل مع الكرة الثانية بشكل هاية فده هيكون لي أعتقد رسيك جيد مع كولر الموسم اللي جاي مصطفى سعد صفقة مش للموسم ده ولا اللي جاي مع العلم هو ممكن يتقلق الموسم ده واللي جاي ولكن شادي مصطفى سعد صفقة مستقبل لعب عنده 21 سنة بيظهر بشكل جيد مع سراميكا كلوبترا بيجيب 3 أهداف وعمل 3 أسستات بيلعب في أكتر من مركز متنوع مرن لعب في الدرابلنج هايل في الواحد على واحد هايل مبشر جدا صفقة مبشرة للنادي الأهلي الأهلي إلا زيل برضو محتاج بعض التدعمات اللي أعتقد ممكن يقوم بها الصيف دوت أو في الشتا نحتاج بعض التدعمات سواء في نص الملعب نصر نصر الملعب أو كبديل للعالم معلول في الناحية الشمال يعني نفس الكلام بتاع صديقي أحمد برضو إنه هو إحنا عندنا الملحوظة الأهم من نتبل الصفقات النادي الأهلي إحنا عندنا ثلاث صفقات عملناهم شادي حسين 28 سنة برونو سابيو 29 أو العكس 29 شادي وبرونو 28 الأصغر هو مصطفى سعد فالأهلي اعتمد على عنصر الخبر الأهلي عايز لعيب أنا بسميه تركيب ويشتغل إحنا مش عايزين فكرة أنه آه بجيب لعيبة مهم جدا طبعا تبني المستبل وقالي فعلا بنا مستبل 2004-2005 المجموعة اللاعبين اللي جات كلها 27-28 سنة بالضبط ودل أصد دي المقارنة الأبرز إن انت فعليا جبت الجيل الزهبي اللي احنا بنحكي ونتحكي به وأنه عمل الإنجازات الأسطورية لنادي أهلي معظمه تقريبا اللي بيكون كله يعني تبك أن أصغر واحدة والتريكة جاءت 25 سنة أساسا يعني لكن كله جاي 28-29 سنة هو جاء في البيج بتاعه جاء في أوجة اللقوة هو خلاص الراجل يعني خصوصا مثلا تجربة مثلا زي شاد حسين تجربة أصلا ملهمة راجل من جمهور نادي أهلي أصلا فده هيدي بقى بروحه وكل شيء للنادي الأهلي فده هيوزل أقصى مجهود ممكن عنده عشان يثبت أنه هو صفقة يعني أسطورية للنادي أهلي إن شاء الله نشوف مسيرة رائعة يعني تحكي نحكيها فيلم إن شاء الله بعد كده يعني أنه يا شاد حسين بجد لاعب يعني بالسن ده يوصل لنادي أهلي فأهلي بيرجع تاني لتوروبة 2004-2005 أنه هو بيعتمد على عنصر الخبرة يدعم بطولات السندي ما عندكش أي استعداد تخسر أي بطولة السندي تمام هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل برضو نرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين حنافي برضو وإيشه برضو عايزين يتكلم لأنه إحنا بقلنا سنتين بنوعين الحقيقة من التحكيم في مصر خلال السنتين السابقتين أو الأخيرتين أكثر الأندية المتضررة من التحكيم في مصر هو النادي الأهلي النادي الأهلي على الأقل على ما أتذكر السنة اللي فاتت 14 نقطة أعتقد السنة اللي قابلها وكنا مع بعض يمكن كانوا 16 نقطة وبالتالي خسارة دوري أحد أهم أسباب خسارة النادي الأهلي للدوري العام المصري الموسم السابق والموسم قبل السابق أعتقد التحكيم من وجهة نظركم هل وجود كلاتنبرج على رئاسة لجنة التحكيم تطوير خلينا نبقى منتفكين أن الأهلي على مدار الموسمين اللي فاتوا اللي فقط فيهم الدوري مش هنقول أنه هو السبب الرئيسي بس الأهلي بالفعل هو أكتر فريق الظلم في الدوري من التحكيم أحد الأسباب الأغرب بالضبط الأغرب أن الأهلي يكلم معيار خاص دايما عند الحكام في كل حاجة يعني لو المعايير فيها مشاكل وفيها أخطاء بس المعايير واحدة على الكل فهنا تمام إحنا معتارفين أنه في مشاكل فدي مشكلة تحكيم بس هي واحدة على الكل اللي بيحصل مع الأهلي بيحصل مع زمالك بيحصل مع بتروجيت بيحصل مع إنبي بيحصل مع الكل ولكن أما يكون فيه حاجات بتحصل مع النادي الأهلي ما بتحصلش مع اندية تانية أما يكون فيه فار ولأن مثلا بيطلع أحد الحكام يقول لك السلفار كان شال الفيشة وحطت الكاتل بيشرب شاي فألا فيه مشاكل في التحكيم واضحة الأهلي بيتضرر منها ولو حتى الأندية الأخرى بتضرر منها ولكن أهلي أكثر ضررا الأهلي بينافس على الدوري الأهلي بظل أن الأندية الأخرى اللي بتنافس معاك بتاخد حقها كامل مكمن أنت بتتظلم في مطشو في اتنين وفي تلاتة وفي اربعة في ظل وجود الفار فلازم يكون فعلا فيه تطوير وفيه منظومة تطور منظومة التحكيم لأنه فيه مشاكل فيه مشاكل واضحة في التحكيم حتى في وجود الفار فيه تأخير في القرارات وفيه قرارات بيكون لها معايير مختلفة من أندية الأخرى وفيه مشاكل في التحكيم أتمنى أن نشوف الموسم اللي جاي بعض التطوير وبعض التحسين ولكن أنا مش متفائل بالموضوع بس ربنا يخيب ظن يعني يكون فيه تفائل بكذا وأنا متفائل أنه مش تكون فيه فجور في الظلم اللي بتطوير للأهلي أن هذا الأهلي كقعدة هو دايما يتظلم يعني أنا ما أعيش من الوقت ما بسجل أخطاء التحكمية مثلا من موسم 14-15 غد دلوقتي الأهلي في كل موسم يتظلم ويتظلم أخطر بكتير جدا من المنافس اللي هو الزمالك أنا مش بكسف من ذكر الاسم يعني لأنه إحنا أنا أتحدى بشكل واضح الناس بتقول أن الأخطاء التحكمية ليك وعليك طب إحنا بنتحدى الجميع عايزين كل اتجاهات ومش مقصودة طيب ما هلو أخطاء يقول ما تش واحد تلات نقاط ما فيش الأخطاء كل مرة ضد الأهلي وأنا طبعا بنقول أن السبب الأول والرئيسي هو أخطاء التحكم الموسمين على التوالي بس برضو بمنتهى الوضوح ودي رسالة اللعب النادي الأهلي بعدما الإدارة يعني تحملت غضب جمهوري الأهلي خلال الفترة الأخيرة عشان تعرض للماتشات ويعني النتائج يعني كارثية في نهاية الموسم الماضي بس عشان يريحوكم فإحنا منتظرين من القوام الرئيسي للنادي الأهلي أنه هو ما يفيش حاجة اسمها خسارة موسم الثالث على التوالي في الدوري لأي سبب الأهلي نفسه الجلد نفسه على فكرة موسم 2018 2019 وكنا من أسوأ المواسم في تريحة النادي الأهلي كأداة في الدور الأول لكن رجعنا مع التدعمات اللي عمتها لإدارة في يناير في الموسم ده كان موسم تاريخي يعني عملنا ورغم أن الأهلي اتعرض في قرابة 18 نقطة إحنا جماعة بنتكلم في أول 13 مباراة في الموسم ده كان فيه 13 نقطة استعمالهم الزمالك فكانت فيه مجاملات فجأة في الطرف الآخر لكن إحنا قدرنا لما اللعيبة شايفة أنه لا لا يوجد أي فرصة أن نخسر من الموسم وطبعنا كنا نعرفين ملابسات الموسم خارج الملعب يعني كنت عملها كيف فكان مكتش بس الزمالك يعني فبالظف فكان فيه ونفسة مش طبيعية وكان فيه حماس متبكيز عند اللعيبة رغم أن بعض اللعيبة جودتها قالة من الموجودين حاليا كمان لكن رغم كده فوزنا بالمواراة وفوزنا الأمر الإجهاد كان له دور مع التحكم الأساس لكن الإجهاد كان له دور كبير جدا في انخفاض مستوى معظم اللعبين أدرب الحجم المثالي يؤكدوك نظرك 100% مباراة خسرها النادي الأهلي في الموسم مباراة الأهلي واسموح الذي خسرناها 3-2 في المباراة نحن رحنا بأكتر من 14-15 أنا وجهة نظري من أحسن المطشاة فعلا درب الجزاء محمد شريف إعاقة في منتهى الوضوح ورغم موجود الفار وحكم جيد سيحكم محمود البنة ورغم كده لم تحتسب وخسر الأهلي في المباراة فإذا أنت فعلا ممكن تكون بقدم كل عليك بس أنت على الأدل بطالة باللعيبة أنت قدم أقصى مالة ديك لو خسرت بعد كم يعني خلاص هتعمل مش هتحارب الحكام يعني لكن لو فعلا طول المبارا أنت مفيش حكام عشانكم واضحين يعني المنصفين نحط أساس دلوقتي مفيش حكم أو مفيش لجنة حكام هتخسرك ثلاث مواسم متتالية واربعة لأن خلينا نعترف بمواجه بقى أخطأنا أننا مفيش أي مجال لخسارة الموسم الجادة لقدر الله تحت أي سابق فإن شاء الله يعني يا رب إن شاء الله برضو خلينا نتكلم في إطار الفترة القادمة أنا متفائل بموسم جيد لأنه من زمان جدا نحن فيه ما خدناش راحة نعم ما خدناش راحة هي راحة إجبارية للبعض لبعض اللاعبين ثم العودة للتمرين بعد تقريبا شهر بقى لنا كتير جدا ما شفناش هذا الأمر وبالتالي مدير فني جديد ومن المفترض السفير بتاعه بيقوله إنه رجل جيد مع صفقات من أول السنة هتكون معاك مع مجموعة لعبين بتعود من أجازة بعد ثلاث سنوات متصلة الأدموسفير كله بشكل عام جيد ويدعو للتفاقل إن شاء الله خلينا نكون متفاقلين لأنه هو بالفعل الأهلي لازال وعنده بالفعل بعيدا بقى حتى عن التدعمات اللي هو عملها في الصيف داي الأهلي عنده فريق جيد الأهلي عنده فريق جيد قدر يحقق اثنين أفريقيا أو أربعة عنده قوام بتاع الفريق نفسه جيد وقدر أنه هو يوصل بالمستوى الفني لفل عالي جدا في 2021 في البطولة اللي احنا خادناها من كايزر كان لفل ممتاز جدا من أعلى مستوىات الأهلي من فترة كبيرة ولكن الفريق ده فعلا عنا من الإجاد مش منطقي إن لعب كورا يقعد ثلاث سنين يلعب ورا بعض مضوط مش منطقي إن لعب كورا يلعب اثنين كاس في وقت واحد مش منطقي إن لعب كورا يخلص بطولة أفريقيا النهاردة منطقي بأي شكل وكان لازم يحصل الدروب اللي حصل ده لعب الكورا زي ما حضرتك عارف كابتن هو روح إنه يريح ده طبيعي إنه نفصل بين الموسم وموسم ده شيء مهم ده ما حصلش بقاله ثلاث سنين فكان لازم الدروب ده يحصل كان متوقع على الأقل إن الدروب ده يحصل ولكن الأهلي بشكل عام كفريق الأهلي معاه نصر جيدة جدا في كل مركز الأهلي معاه أحسن حرس مرمى في مصر الأهلي معاه أفضل بك شمال في مصر معاه بك مين جيد جدا محمد هاني أو أكرم توفيق منتخب مصر معاه قوام منتخب مصر تقريبا فانت مظيف عليه والدعام ومعه مدير فني صاحب سيفي جيد ومعه قوامات النجاح زي كولر فطبيعي تبقى متفائل وطبيعي بإذن الله نقدم موسم جيد إن شاء الله بإذن الله أنا بس تقليل عدد فرق الدولي لازم عشان تدي فرصة لنت تقلل الأسابيع وبالتالي المواسم تقل لأن أنت عندك كل سنة تقريبا الموسم بتاعنا بقى سنة ميلادية ما بقى السنة عادية ما بقىش موسم قليل زي الكرة الكرة الأرضية كلها بتبدأ في مثلا أغسطس نص أغسطس تنتهي في نص مايو لكن أنت بتبدأ في أغسطس إخلاص في أغسطس فمش طبيعي أبدا اللعيبة عندها حق اللي هو المشتوى تاخد نفسها فإحنا أصلا متفقلين جدا بالموسم ده عشان اللعيبة أخذ 8 شهر كده راحة وعلى فكرة النادي أهلي هو اللي منحه بالراحة دي أصلا يعني ما كانتش راحة طبيعية يعني نادي أهلي ضحها بموسم عشان ينقذ المواسم اللي جاء إن شاء الله ويدي لعبة فرصة طبيعية فإحنا لازم يا جماعة لو في حد بيسعى في للمساحة الكرة المصرية مش بس النادي الأهلي لأنه أنت تقول أنت هتنهي الموسم ده في الشهر 5 أو 6 وترجع تتفاجئ بالحاجة الطبيعية جدا والمفوضة أصلا تتمنىها إنه نادي زي نادي أهلي مثلا بيوصل إلى نهاية أفريقيا فإنت كلما توصل إلى نهاية أفريقيا بتأجل متشات طبيعية كحق طبيعي لأن أنا بشرفك أنا برفع تصنيفك أصلا كالتحاد مصري فإنت إزاي مش بتساعدني إزاي مش بتخط ما تفكرش في الانتخابات أنت عملت تفكر بقى في الجماعة العمال الاتحاد والكورة لكن لو فكرت في مصحة الكورة المصرية بجد لازم تقلل عدد أنديات الدور المصري وده مش شخصة غير بدور استثناء دور يبقى من دور واحد دور مجموعتين أيا كان شكل استثناء هيخدم مصحة الكورة المصرية مستقبلا إحنا مجد الكورة المصرية كان في دوري 14 أو 15 فريق عشان اللعبة كان بتاخد راحة أننا نقعد شهر لا يوجد شهر لكننا بقى من وقت 14 أو 15 لا يوجد راحة خلص بتاخد راحة كورونا في وباء عالمي فتدخلت راحة غصب عنك وبعدها 3 سنين متواصلين 3 سنين 19 وقت 19 لحد اللحظة ده أول شهر يعتبر لعبة رياحة لعبة بتاعتك إجباري وهو قرار تاريخي الحقيقة أنا بحيئة عليها من صدرات الدادل آلي على اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت الصعب كد جدا ولكن زي ما أنت قلت في البداية أنه ده حيبقى حيعود علينا إن شاء الله موشي ده نجل سي ماريو اللي يقررد إن شاء الله من شكل جيد أخيرا أنا في برضو لو تكلمنا عن قايمة المتخب ومبارتين المبارتين الوديتين اللعب ومتخبنا فرصة للمدير الفاني الجديد منتخب مصر هو فيتوريا أنه هو يشوف اللعيبة فرصة أنه هو يجرب الأفكار بتاعته ويحط إيديه على نقاط القوة والضعف بالنسبة له ويحط إيديه على العناصر أنه ممكن يعتمد عليها بشكل أساسي منتخب مصر في الفترة الأخيرة شهدت خبط فني كبير جدا بعد رحيل ميستر كيروش مطلوب من ميستر فيتوريا أنه هو يحاول يرجع لنا الهوية بتاعتنا يحاول أنه هو يوجد الشكل الفني والشكل الخططي لمنتخب مصر اللي يساعده أنه هو يخلي منتخب مصر مرة أخرى صاحب كيمة فنية كبيرة زي ما عودنا على مدار الفترة اللي فاتت ولكن قدامه تحديات كتير نعم منتخب مصر حتى اللعيبة اللي راحت منتخب مصر دي في منها برضو لسه أنا لازلت مصر ما خدش راحها في فترة كافية يعني المفروض من المفترك وتتمنى طبع لعبة الأهلي يكون موجودة في معسكر الفريق لأن طب يا مدارب جديد ملحقش لسه اللعيبة نضم المنتخب ولكن ربنا وفق منتخب مصر إن شاء الله بإذن الله ويقدروا يعملوا حاجة جيدة مع ريفو توريا وتكلل التجربة من نجاح بإذن الله أنا مبسوط أنه المعسكر ده ضم كل لعبين وصدق أنه يستغل حتى الدوليين بغير أي استثناءات بلا أي استثناء يعني فده شيء كويس أنه ده بقى قيمة المدير الفني الكبير مش أنت بتحط استثناء لحد فما تبقى أنت في اللعيب الحس بعادل لا اللعيبة سواء مثلا نادي أهلي شاف أنه عايز أن يأخذ راحة أو حتى عايز أنه يستفيد مع المدير فالك دي بوض نادي أهلي فحنا عايزين نشوف اللعيبة دي مع البكرة عندها بتوجد لكن أنت جبت كل اللعيبة لا زمالك ولا أهلي لأ أنت عمرت برضو إخليات اللعبة عندك وبالتالي عندك ماتشين استغلال لمعسكر أو لمتوقف دولي في ماتشين نحن ينيني ناديجر وليبيريا حاجات في المتناول مفترض لكن قبل كده كنا نلعب مع فرق صف 3 في إفريقيا كنا ندافع في أرضنا للأسف بأن فترة طويلة جدا نقدم أداءات دفاعية إنهل على فكرة أو منتخب مصر كان حتى جيل الزهبي كان برد أسوب دفاع أسوب المرتدة نحن خسرنا من ميجر قبل كده كابتن حسن أخر فترة لكابتن حسن قبل ما يقدم استألت بس بس أنت قبل كده كنت بقى بتسافر في كل الأرض يعني صحيح فإحنا عايزين بقى نرجع للمجد ده وإذا طبعا نحن مفوض إنه مدير مدير فاني برضو اسم كبير روي بيتوريا فإن شاء الله يعني نشوف أداء للنادي أهلي يهمنا بشكل كبير جدا برضو والمنتخب إن شاء الله الفترة اللي جاء يا رب كل التوفيق لمنتخبنا وكل التوفيق لنادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة اللي جاء أنا بشكر جدا شكرا جزيلا لأيش على وجودكم معنا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا غدا حلقة جديدة من البيت الكبير